طيب انا يعني هستغل الوقت ده كده عشان بس علامة الناس تدخلوا كده انا بس عايز اأكد يا جماعة على موضوع السيرفيي اه ارجوكم يعني انا السيرفيي ده بالنسبة لي مهم جدا لان انا طول الوقت خلي بالك وانا بتكلم قدام شاشة فانا بتكلم نفسي اه مبعرض وجهة نظرية فانا دايما عايز اسمع الفيدباك من الناس على الموضوعات اللي احنا طرحناها او الكلما حاكلناها وصل للناس ايه الحاجات اللي فهموها في شكل كويس ايه الحاجات اللي مفهموهاش اللي بحتاجين ان احنا نقولها تاني اه اللي هما ما شايفين انا مسلا شايف ان وقت المحاضرات اللي فات كان طويل قوي بس هي كانت ضرورة لان احنا زي ما نقول كده بنعمل فالانترودكشن بتبقى شوية اه صعبة ومحتاجين نقول تفاصيل كتير لان ده اللي هنبني عليهم بعد كده اي تنك ان المتدام من المحاضرة مسلا اللي جاية او اللي بعدها ازا ربنا اعراضوا ده على الامر يعني هيبقى الوقت هيبقى اقصر شوية وهيبقى الموضوع كوندنسد اكتر يعني هيبقى مركزين بقى في موضوع واحد او في ايش واحد وهو ده اللي هنشتغل عليه لكن بما ان المحاضرات التلاتة اللي قولين دول هما كانوا الجنرال اللي احنا بنشتغل بيها فكان مهم ان احنا نعرض كل الافكار والتصورات مكنش عايز اعمل انترابشن ان انا قسمها مسلا كل مرة لمرتين او تلاتة فانا بعتذر عن ان هو وقت المحاضرات كان طويل قوي سوى غزبا عني لان انا كنت مضطر لكده وان شاء الله اعتقد ان يعني ممكن مرة الجاية من البعدها يبدأ المحاضرات تبقى ان شاء الله وسيارها وتبقى واخدى موضوع معايا انا كل اللي محتاجوا من حضراتكو في السيرفي قلولي الحاجات اللي تقالت انتو اه فهمتوها بنسبة قد ايه? ايه الحاجات اللي وصلتكو تمام? يعني استفدتوا منها واللي حاسين انها كانت ايه الحاجات اللي ما يعني ما حاسيتو ان احنا ما حطناش عليها الضوء قوي ومحتاجين ان احنا نوضحها اكتر في المحاضرات الجاية. احنا زي ما اتفقنا هو يعني هو الموضوع هاتف اخد ما بيني وما بين حضراتكم مش مش مجرد ان احنا بنقول حاجة او انا عايز اقول درس معين او عايز اقول موضوع معين الموضوع احنا بنتكلم مع بعض فكرة بتاعت البدياتريك انتنسف كير وازاي ان احنا من الزيرو ان احنا بنشتغل مع بعض الموضوع ده فانا حابب ان الموضوع ما يبقى مجرد ان انا بقول حاجات او نظرية او كده لا انا حاس عايز الموضوع يبقى الناس تبقى فهم الموضوع ومتشربات انا باكد عليكم تاني على موضوع السيرفي وارجل طبعا انا بشكر كل الناس اللي شاركت وكتبت لي رقيها انا بس يعني باكد انه بيحضر معانا اعداد كتير والاعداد دي ما تبقاش ممستالة بنفس القدر في السيرفي فدي بس نقطة في البداية احنا دلوقتي خلاص احنا لساعة عدينا خمسة ودئة فاحنا ممكن نبتدي علشان برضو وقت حضراتكو عشان نبقى ما نحاولش ان احنا نكسب كل دقيقة احنا برضو بنأكد تاني ان دي اللقاء رقم تلاتة من البيدياتريك انتنسف كير ويل او الكي اي سيو ويل احنا عمدنا تصور ان احنا نبدأ نتكلم في موضوع البيدياتريك انتنسف كير وان احنا نسيمبليفاي الموضوع بحيث ان هو يوصل لكل الناس على قد ما نقدره اه اللي حضر المرتين اللي فاتوا هيلاقي ان دي سلايد سابتة معانا ان هو احنا دايما بنشتغل عشان في الاخر احنا كلنا ماشيين كلنا هنرحل وعايزين نسيب اثر طيب فارجو ان المحاضرات دي او اللقاءات دي يعني ما تقفش عند حضراتكو انا ان انت تنشر المحاضرات دي صوت وصورة وانا غالبا بسيب البوربوينت كمان فان في الفري انك تاخد منها جزء وتشرح لزميلك عايز تاخدها كلها وتقولها عايز تقولها ومتخطش اسمي عليها في الفري انا ما عنديش الاشو ده خالص فاني دي انا بقول لكم ده برمش الهول عايز يعني فيها اي حاجة بس بروفايد ان الموضوع يبقى ايه فور فري يعني ما حدش يشتغلها ويبقى ايه يبقى عايز بس ياخد نراها ايه بالنسبة لل اه الاسلايب دي دي برضو من دون الحاجات اللي انا بحطها يا جماعة ما حدش هيتعلم بيجاترك انتنسف كيرل واحدة يعني انت مش هتقعد تقرأ كتاب او كتب او مراجع او مذكرات وفي الاخر تبقى انتنسف بس تشغطش ما فيش حد بيوصل لكده انت لازم هتدرب تحت ادين حد طول ما انت عايز تبقى شاطر لازم تشوف حد شاطر تتعلم منه كلنا بنقف تحت ايد الاكبر مننا الاكبر مننا ده مش لازم يكون اكبر سنا مش لازم يكون خبرة سنين كتير لا اللي هو حتى لو قادم منك في المجال ان شاء الله يا رب بشهر شهرين اللي انت معرفتوش ياريت انك تقف جانبه ويبقى عندك الهمبلنس ان انت ايه او التواضع يعني انك تقف وتتعلم ما بقاش عندك اي مشكلة فيعني خلي بالكوا دايماً مفيش حد هيبقى شطر أو هيبقى كويس إلي اللي هو هتعلم من حد كويس الكونسيبت التالت اللي هو إيه ومن أحياه فكأننا أحيا الناس جميعاً استحضروا دمية دي دايماً وانتوا شغالين في البيدياتريك انتنسف كي طيب السلايد دي إحنا حطناها على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى التليجرام وحطينا كده تصويت أنت ورأيكوا إيه الصورة دي وإيه علاقتها بالترياج والبتاع البيدياتريك انتنسف كي وصراحة أنا قريبت تعليقات كلها كانت تعليقات كلها فاليابل جداً الصورة دي ممكن نشوف منها حاجات كتيرة هي الصورة دي مش عارف هيما يزهر عندك ولا لا ده يعني فلاح مصري وهنا يعني بتشرف أن أنا فلاح عادي فكلمة فلاح دي حاجة حلوة بيعلم ولاده السابعة زي ما انتم شايفين كده رياضة الجولف فيعني الملاحظات على الصورة دي أول حاجة أن الأتموسفير أو البيئة اللي هو بيعلمهم فيها ميش بيئة مناسبة أصلاً للجولف فده رقم واحد رقم اتنين لو انتم بسيته هتلاقوا أن هو لابس شوز وولاده كلهم السابعة كلهم مش لابسين شوزة فالpriorities ايه الpriority؟ هل الpriority أن أنا أعلمك الجولف؟ والpriority أن أنا أعلمك صنعة تقدر تستفيد منها وتقدر تحسن بيها المستوى الاجتماعي بتاعك وهكذا طيب لو افترضنا أن الأب ده هو السينيور اللي بيعلم وبصوا على نظرة السبع أولاد هتلاقوا الأطفال فيه منهم الصغيرين خالص اللي هم مش مركز أصلاً مش بصص له فيه الأطفال أو اللي هما في بداية المجال اللي هما صغيرين قوي في السن بصله وفيه فعليهم نظرة البهار اللي هما فرحانين قوي أن هما شايفين حد متعلم مع علم جامد يعني والأكبر شوية فيهم اللي مش منتبه خالص الموضوع يعني ما هي موش وفيهم اللي مركزين لو جينا بقى حطينا الكلام ده وإحنا بنتكلم على تخصص بدياتك intensive care فالبدياتك intensive care النقطة الأساسية اللي احنا بنشتغل عليها واللي احنا متميزين بيها في مصر كلمان دور فمهمة قوي أننا عشان تتعلم يبقى أنت لازم عندك حد يعلمك كويس بس في نفس الوقت لازم تحاول تزبط الأتموسفير لأننا مش معقول هعلمك وعلمك مش عارف إيه كمو وعلمك مش عارف إيه وانت أصلاً ما بتعرفش تعمل مش هينفع أننا هتكلم معاك عن الموضوع الصوفيستيكيتي دو أنت ما عندكش البيزيكس فيبقى الأول البيزيكس البيزيكس الأتموسفير بتاع التعليم ثم بالنسبة للكاندزيس بقى لازم وانت بتتعلم لازم تكون فولي كونسنتريتد أوير باصس على اللي انت بتتعلم منه بتديه كل الانتباه والاهتمام وهكذا فهي ده المقصود من الصورة خلي بالك دايما البيزيكس البيزيكس طيب النهاردة يعني ايه كلمة ترياج أصلا وكلمة ترياج دي هي كلمة يعني مش 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 كوما قوي ان احنا بنسمعها فكلمة ترياج دي هو عبارة عن اللي احنا بنترجمة العربي بتاعتها هو عبارة عن الفرز يعني ايه فرز طبعا كلنا حضرنا لقيرة بتاعت الكوفيد وفي القيرة بتاعت الكوفيد بدأ يظهر مصطلح الفرز وانت المصارات والمصار الآمن والمصار العيان اللي هم الكوفيد يمشوا ازاي ويعدوا منين ويروحوا فيه فاحنا برضو نفس الكلام الترياج ده هو ده المرحلة او نقطة الفرز اللي انا بشوف فيها والله العيان ده هو فالترياج ده غالبا بيبقى مكانه في الاستقبال او في الـ او او الاستقبال بتاعت البيتاتيك عندي في المستشفى وبالتالي احنا لما بنيجي نفكر في كلمة ترياج اللي هيتعامل مع العيان ده اللي هو هيتعامل معي اما في استقبال المستشفى في الـ او او على باب العناية المركزة على باب الـ واحنا اتفقنا المرة اللي فاتت لما قلنا ان الـ هو فيه وفيه وفيه من جوه المستشفى وفيه من بره انا مش هكرر الكلام نفسه لكن انا عايز اوصل لك ان انت ممكن تبقى انت في الـ وبالنسبة لك ده ترياج او ممكن تكون في الاستقبال وبالنسبة لك ده ترياج فدي كلمة ترياج اللي هو زي ما انتم شايفين كده احنا وقفين في الاستقبال داخلنا حالة كريتيكالي فكل الماديكال كلهم زي ما انتم شايفين بيبصوا على العيانين الكريتيكال بيبدأوا يبصوا هيعملوا ايه معايهم وهيتعاملهم زي انا برضو عايز اوصل لك النهاردة اوصل لحضراتكم فكرة ان انت مش هتتعامل مع عيان كويس الا وانت بلاننج كويس يعني انت مخطط العيان ده هستقبنه ازاي هتعامل معاه ازاي هشوف فيه ايه وبالتالي دنيا هتمشي ازاي طيب دي الصورة اللي انت مستنينين انا اقولهلك لأ انا هرجعك few moments before the action قبل ما العيان ده يدخلك الـ الـ او قبل ما يدخلك الـ العيان المركزة ايه اللي حصل العيان ده كان في بيته او في الشارع whatever وحصل حاجة من الحاجات دي ايضا medical condition او surgical condition surgical emergency او accident زي ما انت شايف طفل اللي كان بيلعب بالكورة وحد رجع عليه بالعربية ده common scenario للأطفال اللي بيعابوا في الكهرباء الاطفال اللي حصل لهم RTA road traffic accident العيان اللي عندهم medical condition اللي حصل فيه اي ترومة او اللي حصل فيه اي problem وفجأه بالمضاع ده طيب لما بيحصل الحكاية دي بتحصل غالبا يا في البيت يا في الشارع يا اما في المدرسة في المون في اي حتة فده الاتموسفير اللي برا المجتمع اللي برا طيب غالبا اللي هيتعامل مع الـ emergency دي هو non medical profession او اللي هيتعامل معها لو احنا حظنا سعيد يعني انت قدرت الناس اللي موجودة دي قدرت تكلم من الاسعاف فبتاع الاسعاف فراح فلا هيتعامل معها المساعد وبالتالي بقى لزامن على الناس دي ان هما هيتعاملوا مع الـ emergency كل ده احنا لسه قبل ما نجيل حضرتك المستشفى انت كل ده انت لسه العيان ما جالكش انت ايه انت قاعد مستني ربع ساعة عشر دقايق نص ساعة according بقى للقصة ثلاثة اربع ساعات لو الاسعاف مش feasible عشان الاسعاف هيجيب لك العيان ده في الفترة دي طب ليه احنا بنتكلم في الفترة دي لان الفترة دي مهمة جدا وهتأثر على الـ outcome وهتأثر على شغل حضرتك حضرتك هتعمل ايه تمام وبالتالي الـ medical emergency اللي حصلت دي او surgical emergency او trauma او accident او whatever اللي حصل حصل معاه حاجة كانت فيها ثريت للـ life بتاع العيان ده واثرت عليه تأثير عظيم وبالتالي هيبدأ الناس تتعامل معها الناس هيتعاملوا معها هبقى مين الناس اللي هيتعاملوا معها اللي هيتعامل معها الناس اللي عاديين يعني دي ما انتو شايفين كده دي صورة في مولة هو تقريبا او في حتة والصورة اللي بعدها دي نفس الكلام كانوا في مدرسة او كده ومشيين اللي على الحيطة ده سواء هنا او هنا اسمه AED خلاص الـ AED ده هو عبارة عن automated defibrillator يعني ايه يعني ده جهاز الديسي بتاعنا بس ده automated بره مصر هتلاقوا الكلام ده موجود في المولاتك كبيرة موجود في المطارات موجود في المدارس واحيانا في الشوارع حسب بقى الامكانيات بتاع المكان اللي احنا فيه طيب انا مش هتكلم عن الايه دي شخصيا لكن انا هتكلم احنا هنعمل تمام وزي ما قلنا انا احنا مش جايين من الفضاء احنا ناس كلنا عايشين في مصر عارفين الامكانيات اللي حوالينا فضورك انك تتعامل باقل الامكانيات المتاح واحنا كمصريين بنعوض بنقص بتاع الامكانيات ده بالمنبار بتاع تمام طب احنا في الاول اول خطوة اللي هيروح لها الرجل اللي هم بيسعف ده او كده لازم يبقى متأكد تماما ان ده سين السيف سين ده اللي هو مكان وقوع الحادث او مكان المرض او كده يعني لو ببساطة الولد ده الكهرب فانا ممكن اروح امسكه فاتكهرب انا كمان فبدل ما كان عندي واحد بقى عندي تو وبالتالي يبقى اول خطوة يبقى لازم تنشور the safety of the scene طب الكلام ده الكلام ده لأي حد هيقرب من الطفل ده يبقى لازم تماما نتأكد ان الmedical بروفايدر او السيربس بروفايدر لان احنا بنتكلم في basic life support يبقى ده لازم يكون اي شخص مش لازم يكون ميديكال تمام طيب يعني العيان ده من الاخر كده بيرسبوند ولا العيان ده مش بيرسبوند يعني انت هتروح ناحيته وحاول ما هتشوف و هتقوله ايه are you okay انت كويس انت ايه اللي حصل في ايه بتاع مش عارف ايه بس انت تأكدت الاول scene safe ما فيش اي خطر عليك انت ثم بعد كده قربت منه check the responsiveness بتشيك the responsiveness دي بالverbal و بال انك تعمله اي stimulation سواء tactile stimulation او تخبط عليه are you okay او انت كويس انت صاحي ايه اللي حصل مش عارف ايه فبقى ايه بتحاول according to the responsiveness بتاعي بقى عندي حاجة من اتنين ايه عنده responsive ولا unresponsive اللي عنده responsive لا تمامي بقى تمامي بقى احنا كده غالبا مش emergency طب العيان ده unresponsive ما بيردش عليا ما بيردش عليا دي فيه احتمالين ما بيردش عليا ومعا normal breathing وعنده pulse يعني برضو هو ايه اللي حصل ممكن يكون حصل له فنت انجأتك خفيفة وقع مش عارف ايه حصل ايه فلا ده بيتنفس وبي ايه وبحطيت ايدي على الكاروتت كده حسيت البالس او حطيت ايدي على الريديال على حسب الايه الاج بتاعه بس غالبا الناس دايما او في البيدياتريك بيحطوا على الكاروتت عشان يعني ايه بيبقى ده دايما اسهل عليهم بقى انت بتشوف الستيرنو مستوي دهو ودايما بتخيل لهو بس النحاء التانية بتقوم جايب الستيرنو مستوي بي ايه ده كده زي بانا بعمل بقى انت كده بتحس الكاروتت ونفر انك تحس الاتنين مع بعض تمام فمن هنا انت قدرت على طول يبقى لعنده بتشوفه بعينك انا شايفه مصص عليه وبعدين حاولت اشوف اذا كان فيه شست رايز ولا لا عشان ده هيقولك ده بيتنفس ولا لا وفي نفس الوقت حطيت ايدي على الكاروتت فعرفت ان فيه بلس ولا لا فيه يبقى تمام انت مش معنا انت مش في الجميلة انت الحمد لله داني احسن هنحطه في وانستنى بقى نكلم الاسعاف ييجي اللي ييجي او كذا طب اللي بيعمل كده هو بتاع الاسعاف يبقى يحطه في ويشيله هلا بيلا بالترول اللي بتاعه وياخده على الاسعاف ويوده لك على المستشف طب العيان ده ما لقيناش في بولس او ما فيهوش بس عاية انا هعمل ايه على طول هتديله ايه هتديله يعني هتديله ايه يعني هتديله نفس طيب انا في الشارع ما عاييش حاجة ما فيش انبو معايا يبقى طب والله انت حضرتك بتعرف حضرتك مش شايف انه يعني اثيكل او مش مقبول بالنسبة لك تمام يبقى ايه طب هتديله نفس كل قد ايه كل ثلاث الخمس ثواني انت عايز النفس بتاعك لو هو قضل ناحية القضل عايزه يبقى نفس الريد تقريبا بتاع القضل اللي هو الاثناشر لعشرين طب لو احنا تشايلد احنا عايزين له تقريبا حوالي تلاتين تمام يعني حوالي تلاتين نفس في البيئة ده لو هو ما بيتنفسش طب حضرتك بس فيه بالس يبقى ده كده طب ما بيتنفسش وما فيش بالس لا يبقى على طول فيه سي بي ار تمام طيب القاعدة الاساسية ما تحاولش تنترابت السي بي ار بقى اي حاجة تاني اوكي يعني حضرتك ما تحاولش انك انت تنترابت السي بي ار بقى اي حاجة يبقى حضرتك هتديله نفس وشغال سي بي ار وبعد كده هتديله نفس سي بي ار الكلام بقى خمساشر لاتنين او تلاتين لاتنين او واتفر هو ده الكلام بس احنا هنا مش بنكلم الناس ميديكال بروفيشي فانت هتقول له سي بي ار وبعدين طب حضرتك لوحدك يعني اكلم حضرتك الاسعاف وبرنج اي اي دي هتلي اي اي دي اللي انت جايبه ده منع الحيط هتو تعالي طيب ده انا الواحدي لا يبقى مش هتحرك هتشتغل سي بي ار طب الى عنده ممكن يكون محتاج ايه لا don't try to interrupt ده سي بي ار خلاص طيب يبقى احنا ايه ده اللي هنتكلم عليه طيب يبقى عشان نرجع الكلام تاني يبقى السيفتي أوف ده سين check the responsiveness هلو انت كويس انت مش عارف ايه طيب احنا قلنا هتديله نفس طب هتديله نفس ازاي لازم نتأكد الاول ان احنا maintaining the airway او عملنا opening the airway اللي هو بقى head tilt chin lift يعني انا بتني لو افترضنا العين قدامي هو فانا بعمل ايه برجع راسه الورا وبرفع دقنه عشان اخلي the airway بتاعه patent احيانا just بس انك to open the airway ده بيحسن والدنيا خلص من غير ما تدي نفس من غير ما تدي حاجة تمام طيب ادينا النفس ادينا وبعد كده شفنا حد معنا يدور يروح يجيب لنا الAAD ويactivate الemergency response يعني يتكلم بقى للاسعاف عندهم مية واثناشر عندنا احنا مية اتنين وعشرين بتكلم النجدة بتكلم الاسعاف حضرتك مين اللي حصل للدنيا ايه طبعا ده حضرتك انت فين انت عند العيان مفيش بلس طيب في بلس مفيش نفس بدينه نفس وقابل ما دي النفس انا فتحت عشان بس ده اسمه كل ده اسمه ايه basic life support يعملوا مين يعملوا اي حد اي حد اه medical non medical اي حد مواطنة عادي في الشارع يعمل الكلام دي ثقافة احنا بنتعلم هايش هناك بقى برا ماصر يعلموها للاطفال في المدرس اوكي عشان بس القصة دي القصة دي خلصانة طب بما ان انا راجل مش دكتور وممكن اكون مش medical personnel الAED بقى اللي انا هستعمله ده عبارة عن ايه عبارة عن جهاز هو زي ما قلنا automatic حضرتك بتجيبه ده الجهاز تمام وبتلزق بيبقى اتنين chest lead بتحطهم على chest هو بيقول لك اصلا بيبقى كتب عليهم على مكانهم واحيانا الAED ده على الشاشة بتاعته تلاقي مديك ورسم لك العيان ورسمك تحط البيدالز فيه حط واحدة ناحية الهارت واحدة هنا في المشاست وبتسيبه هو بيقرأ بيقرأ بيقول بصوت وبيقول لك العيان ده shockable ولا non shockable تمام يعني ايه دي ده بيقول لك العيان ده shockable اديله shock ولا لا لو هو لو هو قال لك العيان ده shockable هيقول لك تشارج اشحن و ايه ودوس على الزرارة مفيش هنا بقى البيدالز بتاعتنا بتاعت دي سي بتاعه لا هو اللازقتين دون هم اللي بتدولوا الشعر من غيرك خالص طب هو الجهاز انت بس ايه بتثبطه بتوحطه مودة shockable ولا مود adult وهو بيحسب بيشوف العيان ده شكرا بالولا لا او بيدي له جرعة اللي هو عايزه من غير اي تدخل منك تمام ده الـ ايه دي احيانا هتلاقوه في الرعايات واحيانا ممكن تلاقوه موجود في الاستقبال ويبقى موجود ساعات في الاستعاف برضو للناس اللي بتركب الاستعافه هتشوف ده موجود عندنا مش غريب بره بقى الزيادة انهم بيبقى موجود فين في المدارس في المولاد في الحتة الكبيرة في الجماعات وهكذا بس ده جهاز الـ ايه دي يبقى نتقيني عشان ارجع مع حضرتك اهو ده اسمه ايه basic life support هيعمله اي حد دكتور nurse مسعف الناس اللي في الشارع هتعمل الكلام ده safety of the scene check responsiveness هت open the airway هتديله breathing ولو هو ما فيش بلس حضرتك هتعمل CPR وتوصل لحضرتك الـ AAD والـ AAD يقول لك ده shockable ولا non-shockable ولو هو طب خلاص انا اديتي شوك طلع shockable اديتي الشوك بعد الشوك continue CPR طب هو مش shockable continue CPR لحد امتى هت continue CPR هت continue CPR لحد ما الاسعاف تيجي فهم ياخد منك العيان خلاص وهم بقى يكملوا CPR او لا او ان العيان ده يبقى فيه signs ان هو يجيع له البلس او بدأ العيان يفوق معك ويصحصح وبتاع هتلاقي فيه فيديوهات عم نت كده ان هو ايه العيان صاحب وواعي وهم برضو شغالين CPR والرجل بيعمل لهم والرجل يزوق ييده كده وشغال CPR خلاص لا انا مش تغال من غير end انا مش تغال لحد ما شوف ايه يا البلس رجع يا العيان ده بدأ ياخد نفسه وصحسح وفاي فخلاص تمام ده اسمه ايه البيزيك لايف سابورد واخلي بالكو انا بأكد هو للمرة التانية والتالتة ان ده مش بتاع الميديكال بروفيشن يعني حضرتك لو دكتور اسنان شغال فعياتك المفروض تعمل ده افرض لان بيحصل كتير وتلاقي دايما حوادث كتير يقول لك ايه ده فلان دكتور اسنان مشهور ادى بنجا مش عارف بعد البنجا حصل ايه لان حصله قرست وما تلحقش هو ايه اللي في ايده دكتور الاسنان هيشتغل بيزيك لايف سابورد ما يعرفش يعمل كتير من كده يشتغل بيزيك لايف سابورد وبيكلم الاسعاف تيه تاخد العين طيب لو انا بقى مركز كبير او لو انا مستشفى هيبقى عندي ايه الحاجات بتاعة ال سي بي ار هشتغل بقى ال سي بي ار زي الترياج ده طب لو انا الاسعاف الاسعاف تعتبر وحدة اي سيو متنقلة تمام وبالتالي واحدة الاي سيو المتنقلة دي كأنها اوضت اي سيو طيب احنا كده كنا رجعنا ايه كم دقيقة عشان بس الناس اللي فاتتها احنا كل ده لسه ما دخلناش الترياج احنا حصلت الحادسة او حصلت او حصل قالوا عندي كان ازماتك صدر وقفل فالاهل هيعملوا ايه الاهل هيعملوا ايه دي هم دورهم يشوفوا العين ده تعبان ولا العين ده في هي دي الفرق ببلة اتنى طب العين ده تعبان خلاص حيركب الاسعاف او هناخده في العربية او احنا ما نقدل مستشف طب العين ده فيه بقى مفيش اتگ يبقى لعين ده محتاج 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 معايش طبعا لو انا معاي امبو في البيت هشتغله امبو طب لو انا معاي امبو في الاسعاف هشتغله بالانبو لكن انا ما معايش انا دلوقت بقولك انت في الشارع ما معاكش اي حاجة تقدر تعمل الكلام خلاص طب اكتر من كده ده بقى ايه يعني اذا اردت ان تطاع فأمر بما استطاع انا بطلب من الناس العاديين انهم بقدروا يعملوا كده جيه بتاع الاسعاف مشكورا شان العيان واشتغل معاك كامل السي بي ار الجميل او العيان لقاه هو كويس بس تعبان جابه لحضرتك الترياش حضرتك في الترياش هتعمل ايه ايه اللي مفوت حضرتك هتعمل له اول ما العيان بيدخل عليك ايه رأيك احنا مش دايما بناخد هستوري الهستوري اول الخطوة عندنا هنا في في الترياش او في مفيش مجال ان الهستوري ليه بقى الاجابة تحت يعني العيان اللي هو جاي لك اصلا مفيش بولس مفيش برييفينج مش هعرف يحكي لك حاجة ولا الاهل دول هقدروا يحكو لك حاجة ولا فيه وقت انك تقعد تاخد بتيلد هستوري ومعليش حضرتك قولي بقى انت كن الولد اللي عمره تسع سنين اللي جاي لك متكهرب ده هو مولود طبيعي ولا قيصري وانت لما كنت حامل يا سبت الكل كان عندك ضغط وسكر وكنت تاخدي ايه ادوية على ما تخلص حضرتك الهستوري هيكوننا عنده ايه بتقولون طب خلاص الحمد لله خلصنا الهستوري فضلوا بقى خدوا طلعوا بيه على ايه على المشرحة اللي عنده خلاص يبقى بالتالي في الترياج وفي الاستقبال مفيش مجال الهستوري هنرجع تاني ونقول احنا دايما جود بلانينج هو اللي هيديك يعني انا قاعد مستني العيال عارف انا هعمل ايه خلي بالك احنا المرتين اللي فاتوا نتكلمنا ازاي الكميونيكيشن ازاي هتعامل مع القاه في وقت الاميرجنسي هتتعامل معهم ازاي وهتتكلم معهم ازاي وكده المرة اللي فاتت تتكلمنا عن اللوجستكس حواليك انت وانت واقف في الترياج او واقف في الاي سيو ايه اللي انت محتاجه الكراش كار اللي عليينك والمونيتور اللي فوق وجهاز الضغط ايه والسماعة ايه وعندي الالجوريزم بتاع ال سي بي آر كل ده موجودة عندي في الاود خلاص حيجيني دلوقتي هيبدأ انا هتصرف ازاي تمام هتصرف ازاي مع اي عيال انا لسه معرفش ده كريتكا ليقل والعين ده والعين ده جاي بيتدلع اصلا هو دكتور احنا كنا معدين في فرح بالليل وبعدين عارفنا الاستقبال تعمل شغالة 24 ساعة فجايين نقول لك استقبال ده ايه ما بيمشيش طب هو ما بيمشيش دلوقتي ده كيوت ايفنت يعني لا 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 حضرتك ده ما مشيش فالس بتحصل بتحصل كتير عادي حتى هو الصيف داخل علينا اهو لو ساعة 2-3 الصبح كده اصلا احنا كنا في فرح وعرفنا ان الاستقبال جنبكو هنا ده شغالة 24 ساعة فقلنا ما نعدي الوضع عليك اهو كنا بنزور عيان في مستشفى الطوارق فايه راحوا هم بالليل لا والطوارق بقى ايه الكشف التذكرة ببلاش فالراجل قال لك ايه بوسط طب خلص انا خش عيادة الايه البطن يسي الضغط والستة قلت لك والله طبنا هروح للاستقبال عيادة الجراحة كان فيه خراك كده انا مش عارف ده عملوا ايه ومعانا ثلاث عيان دخلهم لك عائدة الأطفال فايه لازم تبقى فاهم ان انت دورك بقى هنا انك تطلع مين تطلع الكريتيكا ليقل من العيانين اللي هم مش كريتيكا ليقل بابل اسعاب فتحه وطلع لك العيان الكريتيكا ليقل او اللي هم بيقولوا انه كريتيكا ليقل خلاص يبقى دورك انك تعمل رقم واحد انك ازاي تبك العيان ده من وسط العيانين التانيين اللي هو بقى جاي لك قالوا لي اطلع الجامعة عشان تاخد محلول او اصل الدكتور قال لي انه هو حاجه خطرة واطلع المستشفى العام اللي هناك عشان هما عندنهم جلسات اصلاح مع دراشة اكسوجي او ايا كان موضوع بسيط يعني او حاجة بسيطة لموضوع حاجة وصل انه هو في life threatening disease وcompromising ال vital تاعت العيان ده طيب خلي بالك برضو من الأكيوت ill child احيانا التعلم ما تبقاش ظهرة كلها في القول خلاص فما تطمنش قوي للعيان ده وهو عا تمشي عيان اللي ما تبقى confident انه هو كويس وهنتكلم على ده بعد ده طب مرح انا هعمل ايه في الاستقبال انا دلوقتي قالوا يا عملنا مش هاخد history انت بتقول لي مش هاخد history انا هعمل له examination بقى وهاعود بقى وهابقى وهاخد من الاهل انا اسف ده مش مكان ده عيان emergency على ما حضرتك تاخد consent يعني تخيل انت مسلا هما جايبين لك الولد نتكهرب او جايبين لك مسلا واخد foreign body او الحق يا دكتور وانت بتقولهم طب ايه رأيك ممكن افحصه تخيل انت لقيه رد بتاعي بقى انت لازم تبقى انت ماغك شغالة مع الايه مع الاكشن مفيش مجال برضو للايه للايجزامينيشن اللي هاخد براحتي انا بجري والعيان بيجري ورايا واحنا كلنا بنجري عشان خطر ايه العيان life saving احنا محتاجين نلحق العيان ده العيان ده احنا محتاجين 3 minutes عشان خطر يحصل لو العيان ده قاعد والهارت مش شغيل ومافيش نفس احنا بنجري ايه اجيني ستاي فخلي بالك من النقطة دي طب ما احنا نعمله في البداية ال casuality انا بعمل حاجة اسمها رابد assessment يعني ايه رابد assessment يعني هبص على العيان ده بسرعة رابد assessment ده انا targeted targeted على ايه على الفايتال بتاعة العيان ده انا هشوف العيان ده ال emergency response اللي activated دي وكلموني العيان ده محتاج life saving interventions ولا العيان ده just ان الموضوع محتاج ان انا ايه نبقى هاديين ونبص عليه كلنا واحدة العيان ده هعمل له life saving intervention وال further assessment هيبقى delayed لحد ما العيان ده يبقى estabilized لو انا قدرت ان الاول يعني جالك عيان arrest مفيش hard حصل ايه يا ست يا وليه ايه اللي حصل يا دكتور الهي الحق الوض ما بيردش ايه بقى هتشتغل cpr وحتعمل ambu bagging ونسوف حد يتيبه ومش عارف تعمل ايه ده اسمه ايه ده اسمه life saving interventions ده اللي هتعمل الاول طب عملنا الكلام ده وهدينا طب خلاص بقول ليه ايه اللي حصل بقى يا ست الكل او يجي حد تاني مثلا معنا من التين ياخد هستوري ياخد على جاب ياخد هستوري واحنا شغالين في life saving interventions وبعد كده على حسب بقى الاسسسمنت as allowed طب allowed be able child condition والسافتي of the scene والresource is available طب العيان ده بص العيان ده جاي اللي دلوقتي وهو عنده سيانوتك وحتنا على اوكسجين ما رفعش انا عايز له ايه كو دلوقتي طب حالك ما عندناش ايه كو وانا لازم حالك تبقى فاهم انك هت proceed على حسب resources ومش هتوقف life saving measures لأي سبق تاني بتر بلاننج بتر اوتكوم يعني انا مجهز نفسي مجهز ال scene بتاعي ال infrastructure بتاعتي انا عارف المنزار بتاعي شغال وفيه لومد وفيه بطارية ومعايا الكيوبات كل المقاسات وعارف البرسونيل اللي هو عشان ال intubition هيعمل ايه انا مجهز نفسي انا مجهز ال scene فاول لما هيجيني الحالة انا هقدر اتعامل معاها واهم من ال scene نفسه من infrastructure اذا ما اتفقنا المرة اللي فاتت البرسونيل يبقى انا او انا شغال في ال casualty او شغال في الترياج او شغال او شغال انا معايا تمريد عارف ال basic life support وعارف ال advanced life support وهو ده اللي هيساعدني هاتيلي يا مامة DC اتفقى انا مش هتشيل DC وتجيبه لك يعني هي هتزق الايه واتجيبها جنبك انا عايز مش عارف ايه انا عايز ادرينالين طيب هي عارف اقامول ادرينالين بيتكسر ازاي ويتعمل ازاي ونحله ايه ونديه زي كل ده لو احنا دربناهم على كده لما هيجي ال emergency هنبقى ده هزي طيب ايه ما احنا قولنا بقى احنا هنعمل ايه هنجري بسرعة هنعمل منت سريع عشان اشوف العيان ده محتاج life saving intervention او acute intervention ولا لا طيب ايه الحاجات بسرعة كده اول ما بيجي لك العيان انت بتحقوم حطه على السرير في recovery position وتبدأ تشوف على طول تقوم ووصله بتاع الساتوريشن بتحاول تحط له بتاعة ال ECG وبالسماعة تسمع وتبص بصة سريعة طب لو العيان ده اتفي تاكيكاردية او تاكيبنية او سيانوزس او ابنية او العيان ده unresponsive ما بيردش عليك وما انتش عارف سانوز ده او العيان ده ممكن يكون بلع بقى bottom battery injection او بلع foreign body او لقيت العيان ده فيه tracheostrum او العيان ده بيقولك العيان ده يا دكتور فيه هو اصلا نفس العيان ده عندك ولقيت العيان ده دي كل risk factors اتفقنا بقى انا هنا كترياج انا بكلمك الترياج ده كأنه واحدة في الاستقبال تحت او كأنك في نفس يعني ايه انا عشان بس ما ما تبقاش انت مقاعد في المكان عايزة تتخيل معي انا في الاستقبال او انا برضو في فالعيان ده اما جايني من بره اما عيان عندي كان كويس او كان استيبل وبدأ يحصل طيب ايه نفس الفكرة طيب ايه الحاجات اللي هتقولك ايه الحق اللي فاتت دي كانت حاجات ليه عبارة بال لكن ده اللي هو علاقة اكتر بالسيركولاتوري فاليو هتلاقي نفس الكلام برضو تاكيكارديا والتاكيبنيا والسيانوزس والابنيا بس خلي بالك بقى ممكن يبقى معهم شوية 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 العيان ده بتلاقي العيان ده تلاقي بتاعت بتاعت اللي هارت فاليور موجودة فيه تلاقي اللي عنده في شوية لورلمبي اديمة تجي تحس البلس مش حاسس البلس كويس سامع ما بيقولك بقى بقى له فترة ما بيجيبش يورين او إليوري الحاجات دي كلها تبقى فين في الحسبات طبعا او حاجات ممكن تكون نيرولوجيكال نفس الكلام برضو التاكيكارديا والبراديكارديا هنا بقى يدخل حاجات حاجات دابل فيجن يعني شايف الحاجات نيه او انا ايكوال بيوبلز جيت تبص انت بيوبلز انا ايكوال مش زي بعض او نون كيس ان هو كان عنده وجالك بقى زي ما انت شايف الصورة دي طبعا عشان دي صور مش فيديو فمش هتوضح قوي لكن تبقى فاهم دي حاجة ايه يبقى ممكن يجي لك او بيتشنك تبقى فاهم او يبقى الحاجات دي اول ما شفت الحاجات دي الحاجات دي على طول فيه لما من وراء ده فيه ايه اللي عندنا محتاج هنرجع هنرجع ده ايه اللي هو اللي جاي بقى هنعمل ايه A B C D E Airway Breathing Circulatory D Disability E Exposure تمام الايه اللي هو ال Airway عشان هتأكد ان ال Airway ده منتين يبقى انا هحاول افتح له ال Airway واشوف اذا كنت انا سامع Airway Noise ولا لأ ال Position بتاع ال Airway ما فتوحه ولا لأ طب فيه foreign body ولا لأ فيه أو secretion أو قديمة طبعا ال Intervention هتفتح له Open Airway وتحاول Secure ال Airway ده هنيجي بعد شوية ال Breathing نفس الكلام هنتأكد ان فيه ventilation كويس بياخد نفسه لوحده بياخد ما بياخدش هتديله سواء بقى mouse to mouse هتديله Ambo Bagging لا ده العيان ده V Compromise ده اكتر هعمل له Infructural Intubation فده مع عيني خلاص طب بعد كده Circulatory Heart Rate اخباره ايه Blood pressure ايه ال Bleeding وهكذا طيب Disability همقهم ال Glasscoma score Pubils عشان Equality Hachd بقى شوية في ال D زي Blood Glucose Physic Neurological Examination وال E ان انا بعمله Full Exposure عشان اشوف بقى لو فيه لو العين ده مسلا فيه Trauma وبعمله Trauma Survey اشوف بقى لو هو مخبوط في بطنه ورجله وفيه كسور في حاجات مدافل فدايما بتيجي ال D وال E قبلهم A B and C وفيه بقى ترتيب الحاجات يعني فيه ناس ده تقولك C قبل A and B وفيه ناس تقولك لا حتنيه A B غالبا هو according لل H يعني طول ما انت في ال N H ال A حتنيها في الاول ليه لان غالبا مشاكل هي اكتر مشاكل بال Airway انت محتاجين ان Airway بتاعهم يبقى كل ما بتكبر شوية بتروح نحية ال Adult تبقى هي الاساسي لان غالبا ال Adult بيجيلك Airway بتاعه غالبا منتين هيبقى منتين ال Adult مش هجيلك غالبا من النفور الماضي مش سهل قوي ان يجيلوا حاجة زي كده لكن في نفس الوقت لكن سهل ان يجيلوا Surcretion Affected ال M A مش سهل حد في حال ولكزا فيبقى التفاهم ان Surcretion نحية ال Adult فالاطفال هتلاقي ساعات ال Airway هو Compromise اللي هم هسنهم صغير قريبين من ناحية البيدياتريك اللي هم بتاعهم كبير شوية هتلاقيهم برضو ال Compromise هم لناحية ال Adult فتخي يعني ترتيب ال C A P هتسمع الكلام ده وهتشوفه او ال A B C هتسمعه انا بس حطتها كده عشان الترنيها في دماغ الناس اكتر اللي هو A P C D E هتبقى اسهل في الحفظ والكلام طيب يجي الزهنين العطول يعني انا هعمل ايه برضو هناخد طيب شمعنا في حاجات انت ممكن بالعين هتقول لعند طيب الناس اللي هم اقل شوية او الاصغر شوية او لو انت كرزدنت لسه بدأ حياتك فانت دايما عايز توصل للأكبر منك حاجات صلد حاجات صلد ده يعني يعني عند انت ايه انا حاسه تاكيكارديا طيب صح يبقى انت محتاج يبقى انت بتاخد العيان ومحتاج على طول تشوف وانت بتشوف العيان هتشوف بقى ايه الفايتلز فانا هاخد 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 واحيانا في ناس تحط معاهم المتغيرة لكن الاساس فيهم ان انا عايز العيان عشان اقول عندك كويس انا عايز بتاعه فوق 92 عايز العيان ده الهارت ريت بتاعه بنتكلم دايما من يونيت احنا من الاخد نا 160 الاطفال الاجبر شوية لحد 120 طبعا ده زيادة النقصان هم وتحت كله بنتكلم في 60 او يعني ايه ده اللي هو البرد رايح عشان اقول اقلم 60 بدا بنتكلم في الهارت ريت ان احنا نتكلم بتاعنا لو احنا في نيونيت نتكلم بقى اكتر من كده ممكن يبقى انت يبقى عندي حاجة اسمها صين يا حاجة مش نور او يعني مش مقبولة قوي لكن برضو ايه مش فطور للاريزمي فانت دايما ودايما هتلاقي الارقام مختلفة على حسب الصورة اللي انت بتذكر منه ناس تتكلم بقى لا طب ده الارقام مختلفة ايه طب لا ده هو لحد 200 مقبولة لا ده ممكن يكون كذا يعني هتلاقي الارقام مختلفة فانا بس هنا بديك الفكرة العامة هاخد نورمال طب العيان ده يعني لما تلاقي طفل عنده 7 8 سنين مهار تيطعه 170 170 لا ده اكيد مش نور خلاص هنا فانت عشان كده لازم بتاخد الحاجات دي الحاجات دي تبقى عشان تبقى الحاجات دي على طريق طيب في vital colors انا هبص بعيني كده اول ما شوف الولد اللي على الشمال فوق ده سيانوتك تحت في لأ طب عنده ممكن يكون ودخل ده ممكن يكون جاي بسيانوتك لا عنده جايلي طب دي اكيوت ولا مش اكيوت ولا كرونيك ولا ايه بدأ نشوف طب عنده جايلي ريد ريد ده ممكن يكون عنده يكون فيه يكون فيه جزء انا مش عارف وبالتالي الحاجات دي كلها لازم بقى ايه اسمع ال vital colors ال conscious بتاع بتاع الناس العديين اللي هو لكن احنا هنا بيتكلم في مش فاضين احنا لسه نعمل فانا عطول عايز كلمتين alert هو في بيتكلم بيطلع صوت مش عارف ايه هو بي respond للبين واليو اللي هو بقى العين ده unresponsive انت بحتاج تقول اللي عنده alert ولا بس شغال voice بس ولا اللي بيرеспوند للبين ولا unresponsive ايه كده كده يعني ايه ولا بي ولا بي ولا خلاص كل اللي احنا عملنا ده اسمه ايه primary assessment يبقى تاني كده العين جالي خلاص خلصنا basic life support جالي عملت له primary assessment ايه primary assessment ان انا عباره عن ايه شوفت العين ده في حاجة من الحاجات critical ولا لأ لقيت انا حسر لقيت ايه العين ده فيه arrest يبقى هشتغل cbr وهامنتين وهشتغل بعد كده طب العين ده لا ده تعبان بس طلاص هشوف بقى intervention according اللي ايه اللي بعد كده مدام مفيش life threatening يعني مفيش advanced life support طيب secondary assessment بتاعي خلاص بقى انا الدنيا هادية انا الدنيا مفيش arrest الحمد لله فيه فرصة ان احنا ايه نبدأ ننترفين ندخل اكتر شوية عندي فرصة ان انا ايه اسكالية اللي انا هعمل طب ممكن اخد منه history في الوقت ده build history focus the history مفيش كلام فاضي منه اسمه ايه history بتاع emergency اسمه sample يبقى السمتم بتاعته هو جايلي بايه على طول واشوف عنده allergis هو واخد medication معينة عنده medical history مهم واخد واخد في الفترة الاخيرة دي ولا لا يعني العين جالت دلوقتي مرمي على الارض نقول عشان الناس تبقى واخدة بلا انت دلوقتي قعد في الاستقبال لقيت الناس جايين شايلين العائل كده جايين بيجروا الحق دكتور الحق دكتور الودة ايه بتبص الودة ازرع تمام احنا مش عارفين كان بيلعب ومرة واحدة ما لقناش في حاجة على طول انت اول ما حطيت الودة ازرع حطيته على السرير بعينك شايفه ازرع يبقى ده كده وصلت على طول بسرعة وشفت لقيت الانده مفيش هارت ريت الانده او فيه هارت ريت بس مفيش نفس طالع ولا خارج يبقى لا ده الانده فيه ايه محتاج ان انا ايه هشوف والله ممكن يكون فيه كزا طب ايه ده الحان ايه طب كان بيلعب بايه ده كان فيه حوالي شوات سداني وبتاع ممكن يكون شرق فيه اه لا يبقى انت كده خدت هو على طول السمتومز اللي حصلت شفت طب هو عنده اللرجي ولا حاجة لا مفيش ده ميديكيشن ايه طب لا مخال ما بياخدش ميديكيشن ما عندهش اي مشاكل وكل مثلا من من ساعتين من تلاتة والإيفنت اللي حصل اللي كان فيه سودان يبقى هنا هتبدأ تدخل عشان الوقت ده طب حال فيه وقت انك تعمله فزيكا لا عندي فرصة ان انا عمله من الهتو تو لو اقدر عمله الكلام وما الايه موضوع منت بقى اللي هو خلاص العاندة الحمد لله جالنا واحنا دلوقتي والعاندة كانت طلع شرق في سودانيا بس السودانيا دي كانت ايه مش فالنفس داخل خارج عادي فانا ايه محتاج بقى ايه هتأكد من التشخيص هتأكد من التشخيص ازاي والعاندة اللي كانت جالس ده انا قمت حطه على اكسوجين ومنتين مثلا والحمد لله بياخد نفس وطلع نازل وكويس الحمد لله ده انا محتاج عشان اتأكد لا 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 ده محتاج عمله اي بي جي ده محتاج عمله لا 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 ده انا محتاج بقى اكلم بتاع عشان يجي يعمل له ايه ويطلع لي دائما هي عبارة عن وبالتالي مفيش حد قبل ما يكون عمل ما يجيلكش عيان وتقول له ما عليش نروح بقى حضرتك المعمل هاتلي بس ايه وروح لحضرتك اللي بتاع الاشعة احجز حضرتك كده بتعمل ايه حضرتك بتنوت العيان تتعامل الاول تتعامل الاول العاني بقى وبعد كده نفكر بقى تمام طيب هنعمل ايه انا هنعمل عشان بس يعني نفك الدنيا شوية كده قولولي بقى الاكسري اللي على الشمال الصورة دي ايه اللي فيه ايه الحاجات اللي موجودة هنا دي والعليمين برضو يقولينا ايه يعني اكتبونا كده في الكومنتات يلا جماعة صح صحوا معنا دي اكتبونا كده عشان نصح صح بش اكتبو لا احد يوجيب ها الناس اتداخد في اليمين اي تي تي انجي تي ماشي شستليدز رايل العشمال يا جماعة فيه كورتين كده طالعين من الهارت ماشي دي حاجة اسمها الفاد مش مهم يعني دي حاجة يعني فانتازي شوية طبعا العليمين هتلاقي فيه اي تي تي من فوق وفيه من تحت فيه وفيه رايل جنبها وفيه طيب ده اي كو يعني يسيبكم من الصورة يسيبكم من الكلام ده كله الهارت جوه اهو يعني لو لو قدرت اوضحها لكو شوية الهارت جوه وفيه حوليه جزء اسود كده الجزء اسود ده فليوت ده عبارة عمبركارد دي بس ايه عشان بس نغير جو يعني طبعا ناخد نفسنا كده احنا هنعمل ايه احنا خلاص احنا تقول تاني بقى اي بي سي دي اي فهنبدأ نجيبهم بالتفصيل يبقى اتفقنا العيان ده محتاج مني سي بي ار هنشتغل سي بي ار تمام كنتينيو سي بي ار ده هو في الاول جيلك العيان ده بقى هتبدأ انت تشتغل معاه شوية البيدياتريك انفاتسد لايف سابورت اللي هو عبارة عن الاروي دي بقى سيكيورد البريثنج بتاعه يبقى بريثنج فريلي لو ما فيش يبقى انا هتديله السيركوليشن بتاعه عمله سابورت ولو الريستن هشتغل على الريست اللي دي هحاول اقل وليه هعمل له عشان نشوف هنبدأ بال غالبا الاروي زي ما انتو شايفين الطفل الصغنان ده بيلعب بالسرحة بتاع البابا فغالبا ممكن تكون تقطعت وتلاقي واحدة من دول حباية ولا اتنين موجودين في الاروي وبالتالي في الانفانسي ان تلاقي فيه لكن خلي بالك برده يبقى بالذات الحاجات اللي هي الاكل الناطس والجيبس والكاندي والحاجات دي ممكن وطبعا الموجودة في البيت الطولر ستبقى حاجات شوية صولد اكتر وخلي بالكو ان اي طفل عنده بس مجرد هستوري كونسيستنط مع انا بعتبر ده يعني لو هو عنده هستوري انا خلاص مش هقدر اخل الهستوري لكن العكس بقى صحيح انت غالبا العين يجي لك مش عارفين مش فاكرين هو حصل ايه ده كان بيلعبه مرة واحدة لانها كده يعني غالبا هستوري ما بيجيش بسهولة لانه غالبا بيحصل مع الانفانت الصغرين الزي دول الا بقى هو مثلا لو السبحة دي مفروطة ومش عارفين بقى هو ناقص حباية حبايتين ولا كده او كده وده مش مش كومن لكن الكومن بيجي لك الهستوري ان احنا مش عارفين اي اللي حصل تخلي بقى لك ان اي طفل عنده خلي بقى طب هعمل ايه همنتين هفتح خلاص هفتح طب وبعدين تاني حاجة وانا بفتح هفتح وكده واعمل عشان شوف في موجود ممكن ممكن الاقي يكون قافل شوية او برشا لي قافل خلي بالك انت هتستعمل صبعك بطريقة الهوك عشان تبدأ تعمل ايه تطلع الفورين بادي ده بس خلي بالك مفيش حاجة اسمها وتحاول تعمل عشان لو في بارتكيلز موجودة جوه تحاول تعملها ساكشن بس خلي بالك البلائن ساكشنين او من غير ما تبقى شايف ده خطر لانه ممكن ده يدخل هو الفورين بادي جوش يكون هو بره ممكن هو ايه يدخله بالضبط كانت يعني لو سمحت لو مش شايف ما تعملش الكلام يعني لو انت مش شايف بعينك ما تعملش الهوك بتاع سبعك ولا تحاول تدخل ساكشن في الارو ايه ده تمام طيب احنا نتكلم فيه ان اللي عنده خلي بالك ده ايه ده سمو اللي احنا هنعمل ايه بالترتيب طيب خلي بالك لو عنده وكبير شوية احنا اقول له لو سمحت كح خلاص ممكن هو بكح يطلع خلاص طيب خلاص مش جايبنا فيجا او اللي عنده بده يدخل منك في او بتاع او اللي عنده طيب لو اللي عنده هنعمل ايه خلي بالك وبياخد نفسك ولا ومش بياخد هي دي الفكرة وبياخد يبقى حطه وحاولة مش عارفه طيب وما بياخدش يبقى ده لو احنا فين بالزبط في الشارع طيب لو انا في المستخفى ماوز تماوس ليه ما الابو هو اثر معايا في حاجة واصل الابو على اوكسوجين وابدأ اديله الابو طيب خلي ماكو انت بتحط الابو هنحطه ازاي الاندي هيجي قدام شوية خلاص طيب ما عنديش يبقى حامل وخلاص طيب لو مافيش يعني انتو انتو بتعمل بتنفق ببقاك وبتنفق بالانبو لقيت صدر وما بيرفعش يبقى هنا فيه احتمالية ان الفورين بادي عامل complete obstruction لل airway وبالتالي اصبح لزامن عليك انك تحاول تعمل اي حاجة mechanical عشان تحركه فلما تحركه يتحول ان هو عامل complete obstruction الى partial obstruction تمام فبنعمل ايه بنقوم قلبين الطفل زي ما انتم شايفين في الصورة كده وبنبدأ ندي ايه 5 pack plus يعني تخبطه خبطات جامدة على ظهره في محاولة منك mechanical ان الفورين بادي ده مثلا لو هو واقف كده ينام كده لو هو logic يتحرم بحيس انه بدل ما يبقى obstructing airway يبقى بس partial obstruction partial obstruction دي هتخليك انت بالانبو تعمله ventilation والsaturation اللي كان 25 و30 و50 وحاجات مندي هتلاقي بقى 100% خلاص انت هنا بالحركة دي بس انت عملت الemergency خلاص عند راح يقعد بقى براحته على oxygen وبعد كده تكلم له بقى انت بتاع ال ايه نتيجة بتاع الكريس يدخل بالايه بال ريجد الارينجوسكوب او بالاي بتاعه يقوم يطلع لك الايه الفورين مودي لك تفضل لحطة السوداني بتاعتك اللي كانت وقف وبالتالي انت لازم تعمل الكلام ده طيب وبعدين عملك ما نفعش او مقالب الطفل واعمل تراست تراست دي كانها زي السي بي ار كده برضو بتحاول تزقه طيب ده في حدود ان الطفل ده ايه يتشال على ايد يعني الطفل ده infant يعني infant سنة سنتين اقدر اشيره على ايد طيب الطفل ده ماقدرش اشيره على ايدي هعمل ايه ده خلينا رجل الطيب ده رجل اللي اسمه هملخ تعال هملخ منوفر قالك لو الطفل ده اكتر من سنة والطفل ده انت مش عارف تعمله هتنيمه على الارض وتحاول تعمله ايه الباك اا بلوز والشستس راس ما نفعش برضو طب ايه هتقوم عامل هتجيب ايدك كده والناحية او ايه محطوطة هين نحية البط وتقف وراء وتحاولت ايه زي الصورة كده بالزبط والتانية فيها وتحاولت تسوقها تعمله انت برضو انك تحرك اللي ايه الطريف بقى هملخ ده شخصيا ما جربش الخطوة دي الا ما هو كبر في السن بقى عنده سبعة يعني بقى عنده هو رجل ده عاش كتير قوي هو قدر ينقص بالمانوفر دي حياة واحدة زملت وكان عندها سبعة وثمين سنة كان برضو تشوك دي كده وكان بتاكل همبرجر وبعد كده ايه شوك فهو عمل لقى الهبل دي حاجة كده بس بويضوية تمام طب هحط ايدي فين فوق الايه الامبيليكس بجاست اباف البيلي بوتن او اللي هو النابل اللي هي الامبيليكس يعني خلاص وايه وهتبدأ تزوق برضو بالقصة دي طيب الحاجات دي افكتف الحاجات دي هتسيف هتسيف العيام صدقني الحاجات دي مش كلام نظري الحاجات دي هتجي لك في يوم من الايام هتلاقي الانوي بتاعك بلوكت كمبليتلي بلوكت وفي لحظة انت هتقلب العيام وتجدي له ان ايه هتلاقي نفسك العيام ده كمبليتلي نورمان الامرجنسي راح هتسيف لايف ايام في يوم من الايام وفتك الكلام ده تمام يبقى العيام ده تاني لو خلي بالك انت هتشاوط طبعا دي خلاص والكاف اللي هو صحي لو مش قادر يكاف هقوم من الايروي واطراي اعمل الهوك كده لو انا شايف الفورن بادي واطراي لو مش شايف هبدأ ايه هشوف بقى لو هو كونشيس هقول له يكوح لو مش كونشيس هقول له ايه لا تعالا هممشي لك ويلا خير او هستخدم الهملخ مانوفر لو هو اكبر شوية وهكذا طيب الصورة دي حطناها مبارح المرة اللي فاتت في قصدي وحنا بنتكلم عن where there is a tube for every hole and if there isn't a hole we can make a hole and put a tube in it خلاص يعني انت عندك رايل وعندك اي تي تي وعندك مش هاي طب ما فيش نفتح احنا opening ونحط نفتح opening ونحط abdominal break نعمل مش عايلي خلي بالك دايما القصة دي موجودة معا طيب ده ايه ده الاروي الاروي ده عبارة عن ايه عبارة عن حتة بلاستيك كده انا بحطها في البق عشان اقدر امنتين الاروي ده افرض الطفل ده من الهايبوكس يلا عنده الوقت بتاعه قافل clinched فمش هقدر ممكن يعدل ثاني ممكن انت تيجي تساكشن ما تعرفش تساكشن عشان هو قافل فانت هتحاول تحط الاروي ده بتبدأ تحطه الاول وهو ايه دخله هو مقلوب وتقلبه جوه بوق العيان عشان الطنج ما يتزقش منه ورا فيقفلك الاروي يعني انه بدخله هو مقلوب هو المفهود عادلته انه هو يبقى زي الهوك كده وده الطنج هنا هو قافل عليه انت لو بتدخل بتدخل بيه مقلوب ليه عشان ما يزق الطنج وبعد تقلبه جوه فيايه فيجيب الطنج تمام ايه دي الفكرة وطبعا المقاسات بتاعته للايه لوزن العيان وسنه وحجمه وكل حاجة فتبقى فاهم بس الموضوع الايه الاروي ده عشان تمنتين الاروي فبقى انت هنا بدأت تمنتين الاروي طب لو العيان ده يا سيدي احنا اتفقنا بقى العيان خلاص مش arrested والعيان ما فيش foreign body العيان ده ممكن يكون عند شوية الاروي ناروي الاروي ناروي ده من اول الكروبش من الدنيا عنده شوية ضيقة او انافلاكسي او عنده اروي اوبستراكشن زي العيانين بتوع البرونكيلايتس او العيانين بتوع الازمة لو جايلك انت دورك في الحكاية دي تبدأ تعمل ايه ان العيان ده هياخد سبليمينتا الاكسجن هيجي لك هنا التارجت بتاعي ايه مش ان العيان يبقى 100% التارجت بتاعي ان العيان ده يبقى على الروم اير طيب وصلت للكلام ده على الروم اير خلاص كده تمام ومش طيب العيان بقى ايه بدأ يقل عن كده او العيان ده عشان خطر ده يروح طيب وبعدين لو العيان ده من فوق بقى عنده آآ احب ده افكر بقى نبلائز رسمك او الابنفرن العادي وطبعا ان ايه اللي احنا عندنا مع دراشر رسمك احنا عندنا الابنفرن تقريبا لاتنين نفس الاكشن يعني ما بيشتغلوش كتير هو الفرق في التركيز بتاع الاتنين بس فيا يعني ايه احنا غالبا ان اللي عندنا الابنفرن العادي هو قنبول واحد بين دي اي اي في ومد دي اي اي ام ونبليز فيش اللي احنا عايزين كمان. فايه? فالابنفرن اللي عندنا هو العادي. ديكسا ميسازون. ممكن نتدي بس اي في. مفيش حاجة اسمها جلسات ديكسا يا جماعة. عشان بس ان بقى احنا ايه ولا حط جلسة حد ديكسا على الجلسة ولا لازكس على الجلسة. من الاخر لو الناس دي شايفين ان هو الحاجات دي تنفع تبقى نيبولايز. هيقولك ده اسمه نيبولايز ديكسا او مش عارفين. مفيش حاجة اسمها كده. هو الدوة. لوه بيتاخد. تمام? ولو بيتاخد بيه. طب. ما لقى ايه موضوع الهيليكس ده? الهيليكس ده لو انت عارفينه البلمينات الهيليوم دي. هو الهيليكس ده عبارة عن ان هو ميكس الجاز حيبارة عن هيليوم. تمانين في المية وعشرين في المية اوكسوجن. ده بيحسن قوي الاديمة في الكروب وكلامنا. ده مش موجود عندنا. فاحنا ايه اللي بنستخدمه غالبا نحن بنقول لعن ده ايه خد شوية اوكسوجن. لا ده يستنشئ شوية بخار عشان برضو الايه يحاول يقلل القديمة شوية وهكذا. لو الانافلاكسس سوسبيكتد. يبقى انت عطول هيدخل معاك الايه? خلاص? بيت الحاجات ما يعني احنا اتفقنا. الحاجة اللي مكتوبة انها هتبقى نبلايز هتبقى نبلايز. احنا واحنا ماشيين في طريقنا. الحاجات اللي انا قلت ان مش موجودة هي مش موجودة. هتلاقيها في التكست بوك. ودايما نخلي بالك. اي بتاع اي حد. هو تفر الشخص. احترامنا لكل الاشخاص البركتس ده. كل ما كان قريب من الكتاب الكتاب ده تعمل عشان احنا ننفز اللي فيه. كل ما بتاعي قريب من الكتاب يبقى انا مزبوط. كل ما بتاعي بعيد عن الكتاب يبقى انا شجل شغل ومش مزبوط. الشغل ومش مزبوط ده يعني ايه? يعني انا مقدرش ابني عليه احسن. مقدرش اقول هو ده اللي بيحسنه لو بيحسنش. يعني يبقى اصلا ما اجربنا جالسة اللازكة والعين بيتحسن. ده لأ يعني. ما تجدرش بتأكده ولا تمفيد. ليه? لان ده مش موجود في الكتاب ما عنديش عليه ساقه يحسن. الدوا ده عشان يدخل كتريتمنت لازم بتعمل عليه دراسات ويتحطه الاول في جايد لاينز وبعد كده هيبقى ايه الموضوع? يبقى استابلشت اه 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 في الديزيز ده. فده مش متحقق فعشان كده خلي بالك ان انت لما بتعمل اي حاجة فده مش شغل صينتيفك. انا مش هجرب في العيني. انا بديهم العلاج اللي قريدي مكتوب. نرجع للانافلاكسز الانترامسكولر ابنيفرين ده هيبقى لايف سيفر. تمام? ليه بقى? عشان حضرتك مش هتقعد لسه تدور لي على كانيا هو جالك بالانافلاكسز. هتدور بقى على انا مش شايف فين وبتعلى على طول بتاعي واسترينجة واي ام على طفل. خلاص? يبقى انت فهم اللي ايه? القصة اللي. طيب. اللور اي و اي يبقى احنا ايه? الهرمودفايد اوكسجين معنا? البرونكو دايليتورز بقى زي الالبترول او السلبيتامول او الفنتولين او الفاربكولين وتفر اللي افيلة برعنك. خلاص? اه لو العين ده سيفير ممكن تضيف او الماجنيزيام بيتاخد برضو اي في. الجلسات الماجنيزيام برضو دي مش موجودة. تمام? فيه ناس بتقولك لما بتحطها عالجلسة بتحسن شوية الابسوربشان بتاع الفاربكولين وكده. بس برضو ده بتاحها مش افوح. تمام? طيب. العين ده جايلي خلاص بقى يعني ايه? انا خلاص العين ده جايلي هو ازمة ووصلت المرحلة بقى اللي هو ايه? ودخل في والعين ده خلاص يعني خلاص العين ده بدأ يبقى ايه? او بدأ يبقى ايه? نش قدر ياخد نفس. ساعتها انا هعمل ايه? انا مش هينفع عصيبه. يبقى هبدأ ادخل الاول وهو في مرحلة البريفيلير. يعني انا حطيته على اكسجين ما تحسنش. هبدأ اعمل ايه? هبدأ ادي حاجات بالهاي فلونيزة الكنولا. او اللي هو اللي هو او اللي هو اللي هو اللي هو او ان انا بقى ايه? ابدأ اعمله عشان ابدأ امنتيني الاروي ويبدأ هتأكد ان بتاعي ما حسن الدنيا يشرب. خلاص? طيب. يبقى الادفانسة الاروي منتجمنت اللي احنا قلنا عليها هتبقى عبارة عن لو بيدي بسط بريجر فينتليشن. خلي بالك. خلي بالك. المسك ده في كزا حاجة. انا افنا يا دكتور عمالي نفق له بالانبو العين ما بتحسنش. ما بتحسنش ليه? اول حاجة انت مش مش فاتح الاروي اصلا. انت عملت انت قافل الاروي كده والدكتور مسك للانبو عمالي اقنبك ويبص على المونتور ويبص على شايفة على عياني. رقم واحد. يبقى لازم الاول وانا بحط الباجة لماسك يبقى لازم الاروي اوبند. تمام? وهعرف ازاي ان الاروي اوبند وده بيدي ان فيه شاست رايز. تمام? طيب. اتنين. تاع الماسك. انهو في دول الابروبيت سايز اللي فوق. اللي هو الماسك مغطي النوز والماث. الاتنين. مش مغطي الماوس بس. ومش كبير على الوش. طبعا احنا عندنا في المشكلة في المقاسات الصغيرة في السن الصغير اللي هو سنة سنتين ما عندناش ماسك ابروبيت. كده. وده انا هتصرك ليه? دايما في الاستقبال العينين كتير ما بيرفعوش على الايه? على الماسك. ليه? لان انت صعب ان كتلاقي ماسك ابروبيت للسن الصغير. دايما عندنا بيبقى عندنا مقاس كبير كده تلاقي الماسك انت حطه مغطي وش العيل كل وصل. فطبعا مع الليكينج ده مفيش سيلينج للسيستم وبالتالي الاربي ليك في عمره ما هيبقى فيه جيست رايز كويس مش هيبقى فيه جود وبيتالي العين ده لما بايه بتقوم رايح للمرحلة التانية انك تفنتله على طول علشان انك تتيب الاول عصدي عشان ايه? بتتلافى ده انا ما عنديش الماسك ده. لك لو انا عندي ابروبيت سايز للماسك يبقى بير افكتف. وفي اليونيت اللي بتاخد الماسك ده احيانا كتير بيحسن الدنيا. بتحتاجش انك تايب العين اصلي. يبقى اتفاقنا الاول انك تتاكد ان الاروي اوبنت. تحاول تعمل جود سيلينج جود سيلينج انك تستخدم ايديك. حاجة اسمها سي اند ايه. سي ده اللي هو انت عامل مسك الماسك بيدك على حرف سيلينج. وايه اللي هما ايه? التلات صوابع دول عاملين حرف الايه. بس كين الايه? الدقن من تحت. زي الصورة اللي فوق دي. وزي الايه? الصورة التانية. اللي هو انت بيدك عامل حرف السيلينج. فتأكد انه سيلينج. مفيش ايه ليك من ناحيتين. وبالي انت منطين انك فتح الاروي عشان خطر يا ايه? يبقى العيان ده تمام. خلي بالك من الحتة دي عشان يبقى انت ايه? ضامن انك بتدي. تمام? طيب. احيانا بقى عندنا مشكلتين في الايه? في الامبو باجينج ودي وضع عشان ايه بقى احنا بنتكلم كان. الامبو باجينج بتاع الامبو مفروض انه نفس الحاجة التانية احنا الامبو بتاعنا ما عندناش عليه آآ منومتر ياسل الضغط بتاع وقدي ايه? فاحيانا الدكتور ده ايده تقيلة. فاي انفخ تمام تمام? الشيست رايز بجاعه تمام حلو. ساتريش ان رفع فيتاخدوا الحماسة وشغيها لحد بيفرق على العيان. او انا بستخدم امبو كبير زي ده فمش قادر اعمل املة كويس. فبرضو ممكن ادي ايه? خلي بالك بس ان الصيز بتاع الامبو ده نفسه يكون مناسب. خلي بالك بيبقى فيه برضو في الجاب بسيفتي فولد. فيحيس ان هو الضغط ما يعديش رقم معين. انت ممكن برضو تحاولت ايه? تزبط السيفتي فولد ده بيبقى تغليبا على اربعين ده الرقم اللي ايه? الكومن ان هو بيبقى 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 اكتر من اربعين. فخلي بالك برضو من النقطة دي فيه احيانا بيبقى فيه في الاماكن الكويسة بيبقى عليه عدات. فتبع عارف التشغيل وبتدي بيقى ايدي على كيف? تمام? طيب. الانتركيال انتوبشن ودي نقطة مهمة بقى للايه? للجزء بتاع الكلينيكي. اول حاجة التيوب نفسها. التيوب نفسها عايزك تشوف الصورة وتتأكد من الشكل. التيوب نفسها انا عندي فيها ايه? انا عندي فيها لو ناخدها حتة حتة. دي كاف دي تيوب الاول يعني فيها كاف. الكاف دي دورها ايه? احنا ما بنستخدمش الكاف في النيونيت. بنستخدمها في البيدياترك شوية او في بيدياترك الكبار. والعين طويل يعني او العين اللي على وانت على ان يبقى فيه ليك كيلو بتاع فبتحاول تحط الكاف. لكن السن الصغير او النيونيت او الانفانسي نغالبا بنحط انكاف دو تيوب. لكن لازم تفاهم برضو الكاف ده عبارة عن ايه? فيه جزء تحت اللي هو الجزء الاخير خالص بتاعها وفيه حتة اسمها ميرفي اي كده جنبها. عشان برضو ايه? كأنها ايه لو الواحدة فيهم بلوكد بالسكريشنز ولا كده تاني هتشتغل معاها شوية. وفي نفس الوقت انت عندك البادي بتاعها فيه هتلاقي خطة اسمر كده. المفوض انت بتحط الخط الاسمر ده ده بيتحقى عند الليفن بتاع البوكل الكورت. تمام? يبقى انت بقى فاهم بس ان الخط الاسمر ده الليفن بتاع البوكل الكورت. بيبقى مقاسها ومقاسها ومقاس بقى انت ايه? الانتراكيل تيوب الاول. ومقاساتها طبعا احنا اتفقنا بقى المقاس هنقول لك الدنيا بتمشي ازاي? لو انا هدي على اربعة زائد اربعة. خلاص? ودايما وانت بتاخد المقاس يبقى معاك. المقاس الاكبر شوية والقاس. يعني لو انا هحط تيوبة خمسة مسلا. معايا اربعة ونص ومعايا خمسة ونص. لانه ممكن ادخل اجدخل اللي انا حسبت بقى خلاص عنده تلات سنين مسلا. ماشي او اربعة سنين عشان تبقى المعادلة سنينها اربعة على اربعة يبقى واحد. حد زائد اربعة يبقى خمسة. يبقى لعندا ايه? هياخد تيوبة خمسة. تيجي تدخل تيوبة الخمسة ومتدخلش. لازم ايه? بساعدتها ممكن لكل ايرو يتاعه نرو شوية لان هو غالبا هو دايق. هو تعبان. فممكن ما يدخلش. وبالتالي لما يبقى معاك المقاس الاصغر حتى ما تدخل قاسها شوية. وكذلك ممكن تيجي تخش تلاقي الفيو بتاعه كبير. ووضح ان هيبقى فيه ليك كبير. فساعدتها ممكن تحط المقاس الايه? الاكبر. دي تيجي اكتر مع الاكسبرينيس. طب اللارينجوسكوب نفسه في مينه نوعين? فيه نوع اللي هو الميلر اللي هو الستريت. ونوع الكيرفد اللي هو الماكينتوش. احنا واحنا ناحية اليونيت احنا اكتر بنستخدم الايه? الميلر اللي هو الستريت. ناحية الكبار يعني البيدياتريكو راحية الكبار بتروح الكيرفد. طيب. فيه يعني ميزة مابندة ومابندة والله كل واحد فيهم له ميزات ولو عيوض. الجماعة يعني الماكينتوش ده بزات الناس اللي هما بقى بيشتغلوا على بيدياتريك اكتر مش تيونيت. بيبقى بيبقى بس ما بيبقينش البيو قوي. يعني الدنيا بتبقى معها مش احسن حاجة. بس خلي بالك ما بيعملش استيميوليشن يعني ما بيحصلش معاه برديكاردية العام ما بيتزلش منك بسرعة. اه وبرزه في نفس الوقت ما بيجيش تاكيكاردية. وخلي بالك ان هو بيرفع يعني ما بيشدوش لفوق كده. لا ده هو بيجي في الجروف ما بينه وما بين اليوفلا كده بيدخل فيه فبيرفعه عشان كده هو لست روماتيك. طيب التاني بقى ده ده بيقوم جايب البيوتس كده يشده معك. فهو مور بس بيوريك البيو طيب. انا المفروض اشوف ايه? تمام? انا عايز اشوف الفيو. خلاص? انا الاول هحط العيان ازاي? قبل ما اشوف الفيو. يبقى انا العيان دلوقتي العيان نايم على السريرة اهو. هحاول احط حاجة اللي هو ايه? نلف ملايا كده او نحط مخدة تحت كتافه. عشان تخلي بتاعي ايه? اكتر وفي نفس الوقت يبقى في نفس اللايل. يعني تشوف الخط الاخضر التاني ده اللي هو اللي هو اللي هو تبقى تقريبا في نفس اللايل مع الناس لما تيجي تفتح تشوفها علاقة. خلاص? احيانا البوزيشن بتاعها يبقى شوية قدام شوية ورا. مش دايما بتبقى البيو بقى في النصف. ساعات بقى يقولك ده هاي فيو. ساعات لو فيو. ساعات تبقى انت ربنا كرمك ومصال الفجر يا دوبك تحط البتاع كده تبقى شايف البيو جوا. انت بقى ايه? ورزقك دي حاجة بتبقى انت بتاعتك. في حاجة اسمها سيلك منوفر. سيلك منوفر دي اللي هو ايه? بتضغط على الكريكويت. فلما بتضغط على الكريكويت بتخلي الفوكاليكون. بذات لو هو هاي الفيو بتاعك هاي. بتخله جوه الفيلد بتاع الفيشن بتاعك. فده اسمها سيلك منوفر. دي حاجات انت بتزبطها عشان خطر تعمل انترو كال انتوباشن. طيب. هجهز العيان بتاعي ازاي? للانترو كال انتوباشن احنا خلاص. قلنا بقى. لو العيان ده انا ايه? حطيته على امبو بانج. هحطه على شوية اكسجين مية في المية. واجهز الكيوبة بتاعتي. وجهز المنزور بتاعي. وجهز الترولي. وجهز البلاستر. اللي حضر الفاتحة هي بفاهم كويسة. هنتكلم عن ايه. وجهز الحاجات اللي ممكن تساعدني. طيب. قلنا بقى هننائمه ازاي? وهنحط الايه? تحت اكتافه. وخلي بالك من الايه? من القصة دي. طيب. اه احنا غالبا ما بنديش. اللي بيدي بري ميديكيشن. غالبا الناس طول الانستيزية. يعني هو بالنسبة لهم حاجة اسمها ايه? بلاند اه انتوباشن. او بساعدتها بيقولك عليها ايه روس اه اسمها ايه? الانتوباشن بتاعهم بيبقى بلاند. لو اسمع ده. فهما ايه بيبقوا مجهزين بيبقى اتربين. احنا غالبا في. هما غالبا برضو ما بيطيبوش عيان صاحب. يعني ايه? يعني هما بي. تمام? ليه هو كده كده هو داخل هيدخل عنا عملية. فهو كده كده هيحتاج يدي البراليسيس. فبيدي اتربين الاول يأمل نفسه ويحط الاند على ويدي له ايه? اندوكشن البراليسيس. هو بقى يدي فنتانيل يشمم وشمى بقى من بتاعتهم. يدي له ايه دورميكم? يدي له مصر. غالبا ده احنا ما بنعملوش برضو في تمام? احنا غالبا العيان اللي جاينا فهو اصلا اول عيان اللي جاي لنا واحنا الاطفال عندنا اللي ايه بتقول لك لا انا ايه غالبا هاخد اللي ايه? الترالي على طول بنخاف اكتر ان احنا ندي المصر للاكسن يدخلو في مورهاي بوكسن. طبعا انت لما بتدي الحاجات دي بيسهلك الانتوبيشن جدا لان العيان طيب. اه عايزين دخلنا احنا لايه? الانتراكال تيوب. تمام? طبع اعرف ازاي ان الانتراكال تيوب دي ان الشور ان انا كن شايفه. خلاص يعني ايه? اصلا انا شايف الفوكال كورتز وانا داخل ما بينهم ووقف الخط الاصمن عند الفوكال كورتز فانا شايفه. طيب ده اكتر حاجة سلو. طب انا مش قادر احدد قوي. والله عندي شوية حاجات بقى ايه قادروا. بساتوريشن بتاع العين بيرفع. الشيست رايز انا سامحها ايه? ولا ناحيتين واعلى عالشيست منها على الابدومن. ده الشغل الايه? البلدي بتاعي. طب والله هنا في مكانة عندي امكانيات عندي حاجة اسمها كابنجراف. او كابنجراف ده بيتوصل على سي و تو. فيقولك والله ده انا قري سي و تو كويس. يبقى ايه? يبقى العين ده سي و تو ده ما بيطلعش من السمج. ده هيطلع من اين? من اللونجي. بقى كده ان بلايس. طب والله انا عندي امكانيات اكتر عندي التراساون. او محاطة الالتراساوند هنا على النك واشوف ايه الصوين هوريه لك دلوقتي. اكس راي بورتابول. الاكس راي بورتابول هتقولك لو انت اين او مش اين مش هتقولك اوي. لكن هتقولك اكتر لو انت اين انت داخل جوه شوية ولا طالع بره شوية هتقولك المكان. لكن مش هي اللي هتعتمد عليها اوي. ولو انت هتستنى عشان ترى في العين ده اين ولا لأ العمل اكس راي تجيلك وتعمل ده توليت. هي انت اكتر بتكون فيرم البوزشان بتاعها هي هاي ولا لو داخلت منك اوي ولا طالع لان انت ممكن تكون حاسب لنا هدخل لحد هنا. بس ايه? الارويه يخونك. فتدخل جوه شوية يا رايت ام كده. تمام? هقولك النقطة دي بعدين. طيب. انا معرفتش تايب العين ده. معرفش تايب العين ده. المشاكل في انا. او المشاكل في العين. ماشي? او في في المنظوم. هنقول دلوقتي. انا مش مش الاحسن برسونيل. يبقى هنجيب الاحسن لي ايه? يحاول. طيب. العين ده نفسه عنده مشكلة. العين ده مسلا. اللي هو اصلا الاروي بتاعه زي الزفت ومش هتاعك تشوف العين ده تخين وقصي ورقابته قصيارة ومش عارف هتشوف الفيلد التاعه ومش عارف ايه. هدك بيقول مساعات اسفور. يلي هم بتقول الانسيزيا بيقوله كده. تمام? العين ده صاحي وبيفايت معايا ومش اقدر مش مالك انا الدنيا كلها. تمام? فالحاجات دي كلها ممكن تعكسك. طب ايه الحاجات ايه اللي عاملها تحت كلها ايه. اننا يكون عندي حاجة اسمها فيديو يعني اللي هو ايه? اللي هو ده. اللي على الشمال ده. خلاص اللي هو ايه حضرتك بتخش. بالساعات يقوله عليه السي ماك اللي هو انت بتخش كده حضرتك وكل الناس خيفين حواليك يقولك لا 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 اطلع بره شوية ادخل بره شوية مش عارف ايه لا حاسب هو ده. تمام? طيب ما عنديش الابشن الجميل ده. عندي حاجة اسمها فيبر اوبتيك انتيوبيشن. فيبر اوبتيك انتيوبيشن ده اللي هو عبارة عن ايه? مش عارف انا حطيت له صورة ولا لا? متى اللي مش حطيت له صورة هنا. هو عبارة عن اللي فيبر اوبتيك لانجوسكوب بتدخل بيبقى شايف وبتزحلق اتيوب عليه. بيبقى ارفع شوية من ايه? من القصة دي. وده برضو بيستخدمه اكتر في الانسيزية اكتر من عندنا. تمام? العيان ده ايه تحاولت ايه تدخل بدايريكت الكلاسيك بتاعنا بس يكون حد طيب تستخدم حاجات تانية معاك بقى هي مشكلتك انك انت شايف بس لما تدخل بتتزحلق. تم حط الجواس طايلات. ايه عشان ما تتزحلقش? عشان ايه? يحركها لك فتدخل تزبطه بحيس ان هو يدخل في ايه? في الدخل بتاعتك دي. طب انا ما فيش معرفتش ومحدش معاي يعرف يبلغ على الشمال ده انا حطولك اهو اللي هو لارينجر ماسك. لارينجر ماسك ده بيخش يقفل الاثنين. يقفل الايروي وفي نفس الوقت الايه? الاوسوفيجس. فلما بينفخ بينفخ في الاثنين. فانت على الاقل اتأكدت ان فيه حتى ولو نص الهوى داخل فيه? داخل في التركيب. فهيساعد معاك شوية. لحد ما نبقى نشوف حل بقى العياد ده. ندخله بقى العمليات يبقى اندرجين والانسيزيا. نجيب حد نجيب التخدير نشوف بقى الفايبر اوبتيك يعني يبقى ليفل تاني. تمام? وهنا عشان كده نجيب طولك الواحده. اللارينجر ماسك ده احيانا قد يكون هو الحل. يعني تبقى فيلد. يبقى تجيبت الشيخ البيدياتريشن. والراجل اللي بقى له عشر و خمسشار سنة. ما يعرفش يجيب الفيو. عادي جدا. خلاص. لو مش عادي ما كانوش كتابه في الكتب. يبقى اللارينجر ماسك ده لازم تتأكد انه موجود. لازم يعدي عليه سيوتو. الازرق ده يصفر. او فيه كبرجرام كده بالارقام يقول لك والله سيوتو هنا كزا. نقايسو كزا. فتمام? فده برضو معناه ان ايه? الانتيوبة هين? وفيه منه بورتابول يتروح بيوتيجي وفيه حاجات يبقى برضو بتوصل على الماليسر يعني. طيب. وما الايه بوضوع الالتراساوند ده? شفت الهو حاصل ده جزء من البوكاس بيحط الالتراساوند هنا على الرقبة. خلاص بحيس يشوف الالتراكية وجواها الايه? الانتراكال تيوبة. اسمها ايه الساين دي? اسمها بولت ساين. طيب عاملة زي الروصاصة كده. من الاخر دايرة واحدة. تمام? طب لو لقيت دايرتين. لا. الدايرة التانية دي معناها ان تيوبة داخلها في الليسوفيجاس ولا في خان. فلو لقيت دايرتين يبقى انت كده ايه? مش ان. لقيت دايرة واحدة يبقى غالبا انت ايه? انت ان الليسوفيجاس هنا مش منفوخ تمام? طيب. طب ده العيان انا بطيبه الاول مرة طب العين اصلا متطيب. وبيدي تيريوريت. لا خلي بالك في حاجة اسمها دوب. اللي هي خلاص يعني اهو متطيب بس التيوبة دي قوتت يعني تلعت برة او دخلت لجوه. او التيوب دي حصلها او باي حاجة. او العيان ده احنا عمالين نقنبج الله اكبر واحد ام ايه? متعافي دخل منك في ايه? او يعني عندنا موصله على الفنتريتور بس المنتريتور ادعى طلاق. ما بيطلعش حاجة او الفنتريتور هنج او حصل حاجة. تمام? يبقى خلاص. هتعرف ازاي? هتلاقي دايما الايه? السترتيشة بتاعك بدأ ينزل. بتشيك دايما كل حاجة تشيك بقى مع الفنتريتور او كده. مش هنتكلم فيها دلوقتي لان دي حتة ايه? اعلى شوية. خلاص? احتمالاتنا هي? زي ما انت شايل. وتقدر تعرفهم ازاي? احتمالاتك لو انت دخل في خلاص? هتعرفه بالترانس الومنيشن اللي تحت ده. قبل الاكس ري اه قبل الاكس ري. انت هتسمع بالسماعة? انا مش سامع الاير انتري. انا مش سامع الاير انتري ممكن تكون داخل رايت. انا مش سامع شمال. او انا ما يكون العيان ده ايه? نيوم ثوركس. هتعرف ازاي? ما بيرفعش معك كويس. ما بتحركش معك كويس. وترانس الومنيشن. هتلاقي الجزء نيوم ثوركس منور زي الفول لكده. طب عملت الاكس ري بتكونفير. بعدك انا نشوف هنعمل ايه? طيب عملت الاكس ري لقيت التيوب داخل رايت. ده كومن قوي. فتلاقيه هي داخل رايت. لقيت اللابس دع الليفت. والناحية الرايت تبقى هايبر انفليت. ده ممكن تفرق منك ليتر. لانت راكيال تيوب بستركشن بسيكريشن زي ما انت شايف كده? او الايه? بتكون نعمل او كده لو العيان ده. طيب. العيان اللي هو دخل منك في نيوم ثوركس. انت هتعمله ايه? انتر كوستال كيوب انسورش. خلي بالك بقى من الحاجات دي. احنا برضو بنقول المانوفرز مع بعض اهو. واحنا كل ده احنا فين? احنا دلوقتي في الاروي اند بريذي. احنا بس عشان الناس ما تتخشي مننا. احنا منتين دي الاروي ومنتين معها البيان بريذيًج بريومارتي. تمام? فانا دلوقتي هحط التركورسل تيوب. طب يا عامة اما هنحط التركورسل تيوب دي فين? اول حاجة انا دايما لازلت بعارف اللاين子. انت عندك اللاين. اللي هو ايه? المدكال Environment officially line وبقي كانت عندك حاجة اسمه anterior وميدل وبستيريتم. احنا غالباً بنحط الانتركورسل تيوب عند اللاين. غالباً يعني. تمام? او ما بين فده المكانة اللي بتحطي طيب ماشي هنحطها ازاي هنحطها ازاي ادي عندنا رسمة توضيحية كده انت بتيجي هنا اللي هي اللي على اليمين انت الاول بتحدد انا هدخل هنا غالبا انا بحطها في السكن انتركوستل تيو اه سبيس او بقر يعني لو انا ايه لو لو على الناحية اليمين على الناحية الشمال برضو ممكن تحطها لو احنا بيتكلم في اليمين بالمسورة طب لو انا عندي فلوود الفلوود ده انا هحطه في الميدا لأجزيريا اوساعد في البوزيريا لعشان ده ما كان من الفلوود اللي بتجمع عرضه فده البوزيرشن انا هحطه فيه تمام? يبقى هرجع لك تاجي يبقى انا يا اما هحطها لو انا عايز اجيب فلوود tangent طب انا هاخدها من الأجزيريا طب لو انا عايز اجيب الاير غالباً بيطلع لفوق فهي هحطها متى كلافيكلر عند الساكن الاير بيطلع لفوق ده رقم واحد وحشان لو انت على الشمال تبقى بعيدة عن الهارت شواء. تمام? طب هنعمل ايه? علمنا هندخل منين? بنفتح فتحة صغيرة كده بالمشروط وبعد كده بنخش بالآلة زي ما انت شايف كده والتيوب جواه. ده البلدي. ده الشغل البلدي اللي كلنا عملناه. تمام? وبعد كده تبدأ اول ما تحس ان انت صدن ريليز للريزستنس قدامك انت كده خلاص خرامة بتسيب الايه? التيوب تدخلها وتسحب الايه. بعد كده تخيط بقى وتاخد الورز بتاعتك. طيب ده الشغل البلدي بتاعتك. طب انا بدخلها لحد فين? بدخلها عشان التب بتاعتها تبقى موجودة. والأوبنينج اللي في الجنب دي تبقى على اقل وان او تو اوبنينج اللي يكونوا درينك. خلاص يبقى ايه بدخلها. فانت ساعد في ناس بتقول لك بتقيس. والحد من هنا على تشوف المسافة. ومن هنا بالزبط لكده. وبتحاول تدخل بتشوف المقاس برضه على على وبدخلها المسافة دي تريبا او تلتاني. عشان تتاكد ان انت ايه? ادي شكل والفتحات اللي في الجنب. شكلها وهي ركب في العيان. وفي بقى اللي ايه? الشغل اللي هو بقى اللي ايه الفانتازي شوية. اللي هو انا عندي بقى اللي انا عدي الشيسة تيوب اللي ممقبض دي بتقوم داخل برضو فتح بالماشر الفتحة صغيرة كده. او ساعات ما تخشش بطهية بتبقى ايه? آآ يعني مدببة كده بتخش بها على طول. ده شغل الفانتازي مش عندي. او مش هتلاقها كتير يعني. بتقول قلب وصدر ساعات بيشتغلوا به. طيب. انا بحطها بوصلها ايه? على حاجة اسمها اندرووتر سيل. اللي على السرعة اللي على الشمال دي دي اللي هنت هتشوفها كتير. اللي هي ايه ازازة المحلول اللي هتحط لها داخل وخارج وصلتين محلول. وتوصل دي على الايه? على الشيسة تيوب. وتسيل ببلاستر. دي اللي هتشوفها كتير. اللي على اليمين ده مش هتشوفه. القاتليام ده ممكن تشوفه قليل قوي. في الاماكن اللي هي يعني ايه? اللي هايليك آآ اكويف دوك. انا عايز اسحب من الشيسة. ماشي لو العندم مش عايز احط الشيسة تيوب ولا عاوز احط الشيسة تدرين. ممكن اخد ايه? تمام? وادخل في برضو ايه? وابدأ اسحب الايه? بيعملوها في القضلة كتير قوي احنا عندنا في الاطفال مش بنعملها كتير قوي. استعمل بقى ايه اللي بيجي بتوع العشعة ساعات وهم يحط بكتيل وبتعدى لو العندم ايه بيه كتير. طيب. احنا كده عشان بس الناس ما طرش. احنا خلصنا ودي الحاجات اللي هت اللي معاك في اللي هت اللي هتمنيميز اللي لو حبيت تحط الشيسة تيوب او لو حبيت تعمل تمام? طيب. العيان ده في معنا خلاص احنا ايه بي سي. طيب لو انا من الاول عيان ده بقى انا هشتغل مع الايه? مع ال الاتنين مع بعض. تمام? طيب. هشتغل ازاي? هستارت السي بي ار. طيب السي بي ار بيشتغل ازاي? والله هتشتغل بقى على حسب هو صغير. اللي هو سواء كده او اللي هو او لا انا هشتغل بايد واحدة كبيرة او بايداية الاتنين حسب الطفل اللي قدامك. انت عايز تعمل ايه? عايز تاة الكمبريشن ده ياخد تقريبا بتاع الشيسة. اللي انت بسي هو دامتر بتاع الشيسة. علشان تضمن ان انت وصلت ان انت عملت ميكانيكا الكمبريشن للهورت. الهدف ايه? انت كأنك ماسك القلب بتقوله لو صباح تشتغل. بايدك كده. فانت مش ده مش يعني ده الفكرة السي بي ار كلها. فانت بتعمل كومبريشن للهورت ما بين ايدك وما بين الفرتبرا الكولن من تحت. تمام? فانت عايز على اقلت تدخل وان ثيرد بتاع الانتروبسيو دامتر عشان تتأكد ان الهورت ده كومبريشن فعلا ما بين الايه? الاتنين دون. طيب. وبعدين العيان ده. شوكابل ولا نان شوكابل? نان شوكابل يعني ده لو العيان رجع في النص رجع والهورت رجع على تمام خلاص. وبعد كده رجع على الرئيس التاني تعد من الاول تاني. ما تكملش على اللي فات. خلاص? يبقى دي النقطة الاساسية. طيب لو لانا من الاول لقيت العيان ده شوكابل. شوكابل ده يعني ايه يعني بي اف او بي تاك. هتدي له ايه? هتدي له شوك. شوك بالدي سي. عبارة عن اسينكرونايز. لان هو ما عندوش حاجة يعمل مع اسينكرونايزيشن. وبدي بحسبلو بقى خلاص? طيب. وبعدين عملت الشوك. اول ما بتعمل الشوك بتتشتغل بعدها ايه اللي حصل? بتشتغل continue CPR for two minutes. وبعد كده نقايب. ليه? لان انت بدو الشوك دي حولته الاساسيس تول. بعد كده بتدها تشتغل ال CPR. بتدها بعد دي قتين تقايب. شوكابل? هتدي شوك. مش شوكابل? CPR وتكم. ايه بعدها فكرة الايه? الكارديك ارست. طيب. الحتة اللي احنا قلناها بقى. انا هدله الادرينالين في ايه? هي نفس الفكرة. هدله الادرينالين ده في اما هحط له كانيولا? انا على اقل في في الريست. او العين اللي جاي لك انا عايز له two white bull كانيولاس. خلاص? طيب. بيقول لك حط له في الفيمور. طيب والله لو انا هقدر احط له في الفيمور. طيب هحط له سنتر اللاين عطيه. عندك السنتر اللاين وانت في زبول وعندك الالتراسون وانت جاهز تمام. طيب ما فيش. هنحط كانيولات. نحاول نحط الكانيولات هنا لو قدرنا. اللي هنا دي ممكن برضو تتبع معانا. اللي هتلاقيه في الطفل. لان خلي باك اللي عند جاي لك شوكت وممكن يكون ادريست فممكن ما تلاقيش. طيب انا دورت ومش لاقي على طول. يبقى هعمل سن سرنجة عشرين. وايجي هنا على الجزء العظمى اللي هي الخشنة. وابدأ ادخل. هدخل الاول كده وبحاول ايه? الف. الحد مايحصل صدر وخلي بالك مرة واحدة بس اشان ما تعملش تخلش ناحيتين. اه دي مش هتعيشك كتير دي اخيرها ست ساعات. بس لما تبدي فيها هتبدأ بعد كده تشوف اللي ايه? الفنز التاني هتبدأ بتحط. طب والله لو انت عندك حد كويس. وقدر يحط له سنترال لاين. يحطها عطول جاجرار او يحط الفيمرال. لو عندك كده كويس لان كلها احسن ديها انها توقفي ايه? سنترال لاين. تمام? طيب. قلنا بقى سنترال فينا اكس اكس قلنا هنمشي ازاي? طيب. انا بقى. الحمد لله. طب ما اللي عنده ايه? عنده شوكت. تمام? عنده شوكت ازاي? يعني فيه شوكت. طيب. هنعمل ايه? يعني انا عملت تمام? بس عنده شكل شوكت. شوكت دي يعني هعرفه ازاي انه هو شوكت. عنده فيه قلد اكسترامتز. عنده فيه فاست اه ورابد ويك بالس. عنده الكبير بتاعه برولونجت. خلاص اكتر من ثلاثة ساكن. وهي ناس معاهم مساعدة لو فاستيتيك شوكت احنا يبقى العين بتاعهم ده ايه? وارضو. العين ده تلاقيه هو شوكت هتلاقي ممكن تلاقيه ايه اه اه دراوزي كده او دي سابت كونشا ستابت. لقيت الساينز دي كلها موجودة. يبقى على طول. ده ايه? يبقى ده شوك. وبقى السمهم بقى. شوك وذوت انيميا يعني معهوش انيميا. يبقى ده غالبا سيبير دي هيدريشن. هديله العشرين لعشرين ميلي. غالبا احنا بمدي الساين. لو لو اقدر ادي حاجات الاحسن. هنتكلم عليها اكتر في الاتر انبس يعني الساين ده الاساسي اللي موجودة عندي. لو قادي ردي كلويد. لو عندي كلويد. ادي كلويد. طيب لو العين ده شوك وفي نفس الوقت معاه انيميا يفضل ان انا بدي باجده اربسيز. طب لو سواب الشوك بتاعهم اصلا عنده بجي فيه بليدنج يبقى هديله هول بلونت خليوا لكم نقطق يعني العين ده جالي فيه بليدنج بينزف هعلى له دم ما تدلوش فليو ده بتعملو مور دايليوش خلقك من حتة دي طيب هعرف منين بقى الشوك دي ايه وسببها ايه والقصة بتاعتها ايه هنشوف يبقى جالي العيان على طول اول ما جايت لقيت فيه اللي فوق دي اللي هي اللي هو اللي عين ده ممكن يكون العين ده ممكن يكون بتاعه الكلام نحن قلنا كله هبدأ قدي فليو ده حدي عشرين ميلي بركي جي وممكن اكررها افضل ستين ميلي بركي جي يعني لها ثلاث مرات فيه احيان يقولك طب نعرف ازاي انه هيتحسن بالفلود ولا ممكن يكون فيه حاجة يقولك ايه والله ابدأ اعمل ايه حاجة اسمها ليد ريزنج تيست او ساعاتها اعمل يقولك مثلا نحط الكارديومتري ويقولك انا في الوقت الاميرجنسي في وقت الريست في الاول او وقت لنا الان ما فيش رفاهية للكلام ده احنا اتفقنا مش هابدأ اعمل انا هروح على طول فانا هديله مرة واشوف لو ديت المرة وتحسن مش سامع كراكلز الامن ايه انك تدينه وهو كاردياك هيدخل في بالمونر ايديم هتعرف ازاي انه في بالمونر ايديم هتسمع عالباكشست كراكلز او اللي هي يعني مثلا لعن ده بزريات مع الكل ما تدي بزريات ساعتها هتوقف فايه ده ده مش الكومن لكن الكومن ان اللي عنده هيكون هايبوفوليمك وده المست كومن في الاطفال او سيبتك والتين هتحسنه بالايه بالفليود طيب انا اديت الفليود وما تحسنش بقى اسمها ايه فليود ريفريكتور شوك خلي بقى لك انت البولوس اللي انت علقتها العلقتها دي علقت ديه العشرين ميلي بركي دي بولوس بولوس يعني يا ديه يعني بولوس ديه على خمس دقيق على دقائق في خلال خمس دقائق انت وصلت لايه ان هو يعني علق له بس العشر ميلي بركيشي دي على ساعة ولا على ساعتين ولا على ثلاثة مفيش حاجة اسمها كده احنا كل بنتكلم بنتكلم اسمها وان جولدن اول بتاعت الشوك دي وان جولدن اول فمرحلة الفليود دي هي مرحلة الخمس ديه تمام طب بعد كده هتبدأ تخش على الفليود ريفريكتور شوك هبدأ تبدأ بالاينوتروب طب الاينوتروبس هنا بقى في مدانس ولكن دقائق بالدوبامين دول الاساسي اللي عشان دول موجودة عندنا وفي مدانسة الجديدة دلوقتي قوي يعني نجعوا للأدين تاني اللي هو البنيفرن وبنوفرن على حسب هي ايه كولد شوك ولا وورمشوك وفي ناس يقولك لا طب انا ايه ساعات هاخد اي بي جي واشوف حاجة اسمها انا مش هكلمك في دلوقتي هيجي الليتر قول بس ايه تبقى ساعة من انا ديت فليود يبقى المرحلة اللي بعدها مش رسبونسيب يبقى عندك دوبامين دو بيتامين هتبدأ ما عندكش يبقى ابنيفرن على حسب هي كولد شوك ولا وورمشوك لو هي كولد يعني من الاخر كولد يعني ايه يعني ايده ساعة او ايده سخنة خلاص كولد شوك يعني ايده ساعة يبقى محتاج مني ان انا اقدي حاجة تزود هو هنا خلاص الجسم عامل مش محتاج الفاظو كونستريكشن الفكرة بتاع النور ابنيفرن طيب لو هي بقى وورمشوك يعني انا عندي دستريبيوشن والدم كله رايح لا يبقى هيستفيد هنا من ايه من نور ابنيفرن انه يعمل وينفع لي الضغط ويحسن الدينة شوية طيب طيب انا اديت الكاتيكولامين اللي هو سواء ابنيفرن والنور ابنيفرن دوبامين ديوتامين ولا عم تحسنش خلال ساعة هتبدأ تعمل ايه طب ليه الهايدرو كورتزون عشان انا ممكن يكون القصة كلها وبعدين على حسب بقى والله يقالك انت اديت بقى الهنا يعني انت انت هنا خلاص مشيت بتاعتك ساعتها ممكن انت بقى مسموحناك انك تسحب بتاعتك وتشوف حاجة اسمها الميكسد فينس اوكسون ساتيوريشن والطبيعي ان انت عايزه نبيل السبعين والثمانين لو البلاد بريجر بتاعك كويس وكولد شوك والميكسد فينس اوكسون ساتيوريشن اقل من سبعين انت هنا محتاج تزود فازو دايوليتور عشان تحسن الدنيا شوية زي الميرينون لو العيان بتاعك ده هو لو بلاد بريجر وكولد شوك والميكسد فينس اوكسون ساتيوريشن بتاعك قل من سبعين. زبط بس الجرعات الابنفرن. وزبط جرعات الفليوت. مش مش محتاجة تديره حاجة اكتر من كده تاني. طيب لو العيان بتاعك ده هو بتاعك اكتر من سبعين. يبقى ايه? زبط جرعة النور قادرين ارفاحها شوية. ده بس طريقة التصبيب مع بعض. ثم بعد كده لو انا عادت بقى حاجة اسمها كاتيكولامين رزيستان شوك. ساعتها يبقى انت هتبدأ تفكر ان بقى تبدأ تأسها بالحاجات شوية زي الكارديومتري عشان يقول لك فين المشكلة بالزبط وتبدأ تتحسن. اللي في النص ده ده جهاز الكارديومتري. جهاز الكارديومتري بيتوصل زي كده له اربع وصلات. بنفس الوصلات كده واحدة على الرأس واحدة على الرقبة واحدة ما كان الهارت واحدة زريبا على الابر ثاي. وبتديله وزن العيان وبتديله شوية اياسات كده العيان ده وزنه قد ديه الهارت بتاعه ايه البايتالز بتاعته كلها بتديه له. وبعد كده هو بيحسب وبيطلع لك البرامترز. البرامترز دي اكوردنج البرامترز اللي بتطلع بيقولك انت محتاج ايه بالزبط. فلو العيان ده مسلا العيان ده انت بديته فلود كتير. ففي برامت حاجة اسمها ستاعتها انت محتاج تقلل لك الفلود. او محتاج تدينه مسلا ديوريتكس تحسن الدنيا شوية. طب العيان ده مسلا عندك عالية. انت ديت ابنفرن بجرعة عالية. ديت نور ابنفرن بجرعة عالية في عمل سدير. فالانوتروب اللي انت بتديه الهارت اللي ما بيشتغل بيشتغل اجينيس. فده معطل لك الدنيا شوية. ساعتها حتى يتريت النور ابنفرن دوز لتحت شوية. خلاص? طب العيان ده الايكون ده والسطروك فوليوم والحاجات دي. ده هيقولك الكنتركتيري تقوليه لا زود هنا اينوتروب. لا دخل يعني يعني اعلب جرعة الايه? بالدوبامين والدوبوتريكس. زباطهم جرعتهم عشان الدوبامين يبقى على الكاردياك دوز. مش على الرينال دوز ولا على الهايبرتينسيب دوز. وفي نفس الوقت ممكن تضيف بقى من رينون هنا في الحتة دي. طب لو لعن ده البلوت برشن بتاعه من ايروي بتاعه قليل شوية. ساعتها ممكن تفكر بقى في الفازو بريسن والحاجات دي. وهكزا. فالكارديوميتر ده حاجة اه حلوة جدا بتساعدك في الشوك والعينين دول. طب ايه موضوع دي? مصوا على الشمال كده تحت اللي تحت ده الاي بي جي العادي بتاعنا خالص. بيقسلك البي اتش اهو والبي اتش اهو والبي اتش اهو والبي اتش اهو هتلاقي فيه تحت كلمة اس او اتش اهو اللي هو ساتيوريش. هتشوف ساتيوريشن ده بفرض ان العيان ده العيان ده متاخدة من العيانة. يكون العيان ده محطة سنترل لاين والسنترل لاين ده جاست على الجنكشن كده في اس بي سي او الاي بي سي يدوبك داخل الهارد يدوبك على الجنكشن. هو الطبيعي يعني ان هو عشان يقيسو الم Eiço الايه عيانة الدم خلاص? فهم قالوا ان البلمونر اouter ده هو نفس الايه؟ الدم اللي في الرفي ما بيقولوش حاجة وال الار في ده جايب من اين جايب من الار ايه والار ايه ده جايب من الاس بي سي والاي بي سي. فقد اقرب حاج ان انا اخد منه ان انا اخد من ده في اللي ايه. في العان ده ايه هو ده بيكس لي وبيحسب لي وقول فلو اللي هو وصل للعان ده له خلاص يبقى العيان ده في شوك أقل من 70 طب لو العيان ده مثلا طب لو العيان ده أكتر من 80 التشو ده مش عارف يعمل مش عارف ياخد يبقى له متابوليك ديماند أو العيان ده فالعيان ده مش قادر ياخد وبالتالي لما بيقول لك المشكلة في انت انت تتصرف مع الايه مع القصة دي طيب نيجي الموضوع البراديكارديا البراديكارديا اللي هو هارت ريت أقل من 60 بشارت بشارت انا بقول لك هو بشارت ان العيان ده يكون عنده ايه يعني ايه يعني انت جالك عيان الهارت ريت بتاعه خمسة وخمسين وكويس عن 3-4 سنين وكويس ما عندهش اي مشاكل مش مليفستد ما عندهش اي حاجة هتعمله حاجة نو هنعمله سي بي آر ده أقل من 60 انا فاهم يا جماعة هم قلولي أقل من 60 نشتغل سي بي آر لو الهارت ريت القليل ده مش عامل كارديو برمونري كمبروميز يعني العيان الهارت ريت بتاعه خمسين خمسة وخمسين وقاعد معك وبيكلمك وبيقول لك انا والله تمام ومش عارف ايه بس هو اللي ما راح عامل بس جي لانهارت ريت بتاعه ستين لقيناك خمسة وخمسين لقيناك خمسين لقيناك خمسة واربعين فبعتناه لك المستشفى هلنشتغل على لي سي بي آر الاجابة لأ وابدأ ادور بقى هو ايه اللي عامله كده طب دي سيناس براديكارديا ولا ممكن لعندي يكون هايبرتنشن براديكارديا مثلا عنده مشكلة فوق هي اللي اندخلاه الكوشنج ترياد مثلا او العيان ده يكون عندي مشكلة انه هو مثلا عنده خلاص ودي برضو مش عاملانه مشاكل وبالتالي العيان اللي مش معمول لكارديو برمونري كمبروميز انا مش هقدر ايه اميدي ايدي عنه خلاص طب امتى بقى لو فيه كمبروميز يبقى ده خلاص براديكارديا ناحية الارست يبقى ستي بي ار وابنفرن واتروبين وهكذا لو هو معه الارست طب معهوش الارست يبقى لأ ابنفرن واتروبين بس وابدأ احاوله بقى اللي بتاع الكارديو يعمل له اس جي يعمل له هولتر يشوف ايه السبب بتاعه بالزبط يبقى لو حصله كارديو برمونري كمبروميز البرديكارديا دي موجودة وقال لي من ستين وعملاله الارست الارست يعني ايه ما فيش بريدينج معاها يعني عندها لو كارديو بوت ويع قوي يبقى ساعتها هعمل له سي بي ار طب ما فيش ما فيش كلام من ده يبقى ساعتها ممكن يستفاد من البيديكيشن الابنفرن والاتروبين وهكذا تمام طيب التاكيكارديا برضو نفس الالجوريزم اللي بنشوف القصة بتاعتنا ايه ومن اهم حاجة نبقى عارفين انها سينس تاكيكارديا ولا لأ ونبدأ نتعامل معاها والتاكيكارديا دي لو هي يبقى هنشوف الاس في تي بتاعتنا هنحاول معاها لأول لو ما فيش معاها كاننا نبدأ نشوف بأدينوزين أو لو ما جابش معاها قلنا بقى أدينوزين معاها بعد كده ايه الاميدارون والحاجات او لو انا ايه العين ده انا بقى ستيبل لو هو من الاول هيمو ديناميكا اللي مش ستيبل يعني العين ده داخل هيمو ديناميكا مش ستيبل يبقى على طول دي سي بالزبط لكده يا دكتور روسير يبقى لو احنا ما 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 عندنا هيمو ديناميكا يبقى على طول هروح على الكارديو فيرجن بالدي سي وغالي ما احنا هنا بنيدي حاجة اسمها تمام والجرعة بتاعته بالجورز بتبقى أقل شوية من الجرعة التانية بتاعت بتاعت او هو الشوكب وال كارديو بلمونير يعني بتبقى الجرعة هنا أقل شوية الهي نص واحد اتنين لكن هناك اتنين اربعة وممكن تعالى أكتر من كده طيب الميديكيشنز اللي هنستخدمها في الCBR الادرينالين واتفقنا نحنا جرعته من بوينت او ون ميلي جرام لحد ون ميلي جرام ولانه هو اسمينوا حاجة اسمها لو دوز او فازولي ريتور دوز او اي نوتروبي دوز اللي هي من بوينت او ون لبوينت او ناين وفيه اثر سورسز منهم السورسز بتاع الهيئة الوطنية بتاعتنا وفيه واعلى من كده دي اسمها الوازوكونستريكتور دود بيستغل كأنه نور إبنفرين الادونوزين احنا قلنا الميديكال كارديو فيرجن الاميدرون دا ساكند لاين الاتروبين بيستخدموه برضو في العينين اللي هم عندهم راديكارديا وسينتوماتيك البيكاربونيت والكالسيوم والجلوكوز والدوكين والفلاويد والماغنيسيوم مش هاعد عدلك الحاجات اللي موجودة نفس الكلام اللي موجود طب هنعمله نعمله إيكو ده عين شوك ده نعمله إيكو انت غالبا في الصحراء قال لسن الراجل ده ظهر لك ومعه البورتابول إيكو فانت مش هتإيه مش هيبقى معك إيكو في الاستقبال تمام طب لو انت في العناية ممكن يكون عندك بورتابول إيكو وتقدر تعمله انت إيه حاجة اسمها تارجيت إيكو ده جوز من البوكس عشان انت عايز تبص على إيه وده عايز تبص على إيه انت عايز تبص على الكنتراكتيليتي عايز تبص تشوف العيان ده الاي بي سي بتاعه كومبريست ولا لأ عايز تشوف حاجة اسمها الايه الديسنسابيلتي والكومبريستابيلتي ده دي قصة تانية ممكن مني بنتكلم عليها بعدين العيان ده ممكن من ضمن أسباب الكمبرومايز بتاعه اتفقنا ان يكون عندنا بريكاردالإفيوجر وساعتها ممكن نعمله بريكاردالإفيوجر دي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل ولفينا عليه وعملنا وعملنا والعيان بتاعنا اشتغلنا عليه ورجع بالسلام ايه هو بقى رجع بالسلامة هنعمل له ايه ربنا وفقنا ان احنا عملنا وهنبدأ نعمله لازم نعمله لما هو رجع بالسلامة بس لا خلاص ما رجع بس ايه هنشوف بقى ايه وهنعملهم ازاي ونعمل ازاي نشوف اسباب اللي حصل احنا حتى الان ما ناخدناش هستوري من العيان احنا مش عارفين السبب بتاعه ايه اصلا بالزبط احنا محتاجين نعمل سابورت لكارديو فاسكول انا دلوقتي خلاص اللي عنده رجع اشتغلت ودي سوء دينهين رجع واكيد ابقى فيه شوك ابقى فيه وحطت طالع انتروبس هقف لانتروبس دي ولا هيدخل بيها يبقى هو محتاج كارديو فاسكول سابورت انت حطيت لعن ده ايه وعملت نفخ له بالانبو هو وخلاص بقى محتاج ندخله عشان نحطه على الايه على الفنتليتور وبالتالي انت بدأت تعمل بقى اسمها ايه طيب محتاج كمان الاهل بقى اللي انت ايه جايبين ابنهم ميت ده وانت اشتغلت عليه ورجع محتاج بقى تبدأ تييته وقتها عدو الحمد لله جماعة تطمينه نجح والعين رجع محتاجين يحمله وانت ده اخد منهم هستور نبدأ نشوف القصة فيها ايه طيب نحط العين ده في حاجة اسمها هايبو يعني يعني في ناس تقولك اه احنا يفضل ان احنا نحطه في هايبو بذات النيونيت او اول 48 ساعة عشان ده هيقلل المتابوليك بتاعته ويقلل بس مفيش على بيحسن بيحسن لكن الاكيد ان ايه تمام خلي بالك من حتة دي طب هنعمل ايه هنقول لهم بريف ايه اللي حصل هنشتغلنا لعنده جاي لنا هنعملنا هنحطينا نحطينا نحن تايبنا احنا عملنا احنا عملنا وهنقول لهم ايه بالنحياتنا وايه القصة دي ونبدأ نشوف هم بقى محتاجين ايه مننا دلوقتي ابنهم كان بيقعب معاهم ومرة واحدة شرق جاه هندخله يعمل منظار مش عارف ايه محتاجين بقى لو سوشي روكر موجود الشابلينز دي اللي هي يعني عندنا اللي هو المسجد عندنا يعني الشابلينز دي احنا كبار اللي هو دور العبادة المتعددة احنا عندنا المسجد محتاج بقى يروح يقعد بقى يصلي ركعتين كده ويدعيله ومش عارف ايه وطيفر بقى ايه القصة دي ايه وتبدأ انت تشوف لا والعيان بتاعي ده الريستستيشا بتاعي ده ما هو ممكن يكون مانجحناش عندنا خلاص يبقى انت ايه لازم توضح لهم برضو ان احنا عملنا اللي علينا وان عندنا ولازم ايه نوصل لهم كل المسجد طب الاهل يحضروا والله لو تقدر تحضرهم معاك حضرهم ليه لان انت شغال قدامهم انت في الوقت ده انت كل ما يشوف هيبقوا مقتنعين انك عملت اللي عليه يعني انت لما تشتغل على العيان مسلا يرجع ويروح والاهل اللي شايفين بقى قدامك اللي انت التعملون ده كله هم خلاص كده هم وصل في وجدانهم ان انت ايه ده هيحسن موقفك قدامهم خليت اقبلهم للموضوع افضل كتير طب بعد كده بقى احنا خلاص بقى ممكن بقى ايه احنا بداخله الرعاية نبدأ ناخد يعني نشوف هنا الهيستوري جيه امتى بعد ساعة ونص من الشغل اه او اكتر ان احنا عادنا اشتغلنا وعادنا اشتغلنا وحطينا وعملنا وبتاع نبدأ ناخد هنا الهيستوري بقى بتفصيله اللي هو برضو هيبقى فوكس ده مش دي تيل ده قوي دي تيل ده ممكن بقى ياخدوه هو ايه الاي سيو بقى من الاهل جو طب انا اللي همني بقى في الهيستوري هنا ايه اشوف بقى هو عنده اصلا ميديكال كونديشن يعني عنده اصلا تعبان وجايلي ده بكمبيليكيشن من الموضوع ده ولا فيه اكيوت ايفنت اللي حصل ايه بالزبط طب هو عنده اليرجز معينة اللي داخلته في الانافلاكسز دي طب هو فيه فاملي هيستوري لبروبلم معينة فيه عندهم في البيت وحنرجع للسامبل اللي احنا قلناها بقى خلاص مشترعيد نفس الكلام اللي متدنا الهيستوري العين اللي جالك بهارت بلوك ده حال اللي قوم بتاعته كان سيستيمة وهو تولد كده بهارت بلوك وتنينيه في الهارت بلوك تفرق معانا قوي في المالجورد بس يعني ايه عشان تبقى عارف القصة دي ماشي ازاي وهي الموضوع ده تريتابول ولا مش تريتابول لا ده مش تريتابول ده هيتنينيه كده براديكارديا لا ده هيحتاج يروح بقى بتاع الكارديولوجي وعملوله وممكن بعد كده ويحطوله بس نيكر ده قصة تانية خاص تبقى انت فهم ان الموضوع ده ماشي ازاي طيب وهو العين ده كان عيننا مقعد عندنا ومش عارف ايه وتحجز وخرج فتطنع لك بايه بكرونيك لانج فالعين الكرونيك لانج ده ما هيتنيه طول الوقت يجيلك بايه بتوقع انه ايه هيسوق طب تب ما ده هيديك إنديكيشن للهوم العين ده عنده هيديك إنديكيشن للموضوع الديفيلوبمنتال لو العين ده لو العين ده ده بيديك الفكرة انه هو هيجيلك داسبون دايم سواء العين ده لو عين ده بيديك فرصة أو فكرة انه وبالتالي هو عرضه الأكتر مين اللي بياخد من الطفل ده الاهل ما مش موجودين معاه فهم معرض ديامد ان هو يحصله اكسدنط في البيت في حد في البيت بيعمل له حاجة اسمها اكسدنط الانجري يعني الترومة دي انديوست الطفل ده بيتعرض لنوع من الانواع التعذيب او الكولينج فيه تكسيكولوجي في الموضوع فيه كده انت هجيب الكلام ده من الفاملية هستوري ايه الهاوسهولد ميديكيشن اللي عندهم عشان ما هو جالك انا خد ده وحنا مش عارفين هو ايه طب احنا لسه بقى هنقعد بنمى التكسيكولوجي سكرين وعلى ما يطلب بعد ثلاث ايام هنممكن من الحقش طب لو عارفنا ايه الادواء اللي عندهم نشوف الاعراض اللي موجودة في التكسيدروم فايه بقى ايه اقرب ليهم فنقدر نقول ايه الانتي دوت اللي ممكن نديه اكوردنج للمنفسيشن اللي عندهم في دول الافيلابول ميديكيشن اللي عندهم السوشيال هستوري بقى مين اللي بياخد باله من الطفل ده وهي ترى ايه اللي دخله في القصة دي ممكن يكون هو الكلو احيانا في بعض الحالات والبسط ميديكال هستوري زي ما اتفقنا لو العيان ده سندرومك او العيان ده سي بي او العيان ده عنده مثلا كرونيك انايميا ديستلاسيمي او كده لو العيان ده عنده سيرجيكال هستوري قبل كده وجايلك دلوقتي باميرجنسي تاني لو العيان ده مثلا كان جايلك قبل كده كان مثلا عامل أبدومنان سيرجري وكان عامل مثلا مثلا وجاي لك مرة بأكيوت أبدومن وممكن عنده يكون ده مثلا والحاجة للسرجري اللي قديمة وبرضو السرجري دي هيتقلق فيه أنه لأ فتعرف الكلام ده وحصلهم مشاكل مع الأنستيزية وخد دم أو لا الدراج هستوري لو هو ماشي على أي والأليرجيك هستوري ده لو هو في حاجة مأثرة عليه والأذر سيستم ريفيو اللي هتقول لنا الدنيا كلها بتاعتنا إيه الأذر سيستم اللي بره بقى الكارديوباسكولار حل لو في حاجة بقى جي اي تي لو في حاجة في البلود لو في حاجة في الكواجيليشن لو فيه ولو عنده بقى كونجيليتال ديفيكت وزي ما اتفقنا مش عاديين ننسى خلي بالك أن يبقى عندك خد المأساة بتاعتك كلها كويس ودايما اتأكد أن انت عملت وإنسبكت كل حاجة حتى السين نفسه والبستيريور سيرفيس بتاع الطفل وبتاع السين كله عشان تبقى أنت اتأكدت إن ابتوصلت لكل حاجة أنا كده تقريبا خلصت اللي عايزة أقوله وخلي بالكو تاني بأكد مرة تانية على السورفي لو سمحتوا لو اكتبولي كل حاجة ممكنة عشان ده بيساعدني وأنا بديها هذه المحضرات التانية شكرا جزيلا ويا ريت لو في حد عنده أي سئلة أو حاجة أنا تحتاريه ده أي سئلة جماعة لو محتاجين أي سئلة احنا في الفريين وكنت تسألوا وزي ما قلت لكم أنا مش محتاج من السورفي إن كنت تقولي كويس وحلو لا أنا محتاج إنك تقولي أنا مفهمت إيه مفهمتش إيه إنت محتاج تهضح لنا كذا أكتب محتاج تبين لنا كذا أكتب ده حيفرق معنا في الحضرات اللي جاي لو المستشفى مفهاش إي سي جي وأنا بعمل سي بي أور إنت السي بي أور بتاعك معتمد على إيه معتمد على السماعة السماعة بتاعتك ما أنت بتاعها في الهارتريت بالسماعة والساعة تخلي بالكم من الحكتة دي أدي شوك ولا لأ أدي شوك ولا لأ أدي شوك ولا لأ إزاي شوك سيروب يعني ولا لأ ما أنت أنت مش هتعرف هاتفقنا بقى الشوك القصدك دي سي شوك لو هو ده المقصود دي سي شوك ده من غير الإي سي جي هتعرف إزاي إن هو أصلا شوكابل والنان شوكابل عشان تقوله إن هو شوكابل لازم يكون في تاك أو في إف ده مش هيجي لابريز من الإي سي جي انت كده أو كده مش هتبقى سامع يعني أنت كده أو كده مش هتبقى سامع لو هو بلسلس في تاك أو بلسلس يعني بلسلس دا يعني بطلعش بلس بس هو القلب بيرعش كده فده مين اللي هيجيبه هيجيبه الإي سي جي لكن انت مش هجيبه السماعة فساعتها إنت مش هتعرف تجيبه من غير الإي سي جي فأنت هنا هتشتغل إيه سي بي آر ما قد ماك تغيرنا كنتينيو سي بي آر لو طفل أوبيز الشوك بتكون برضو أه واتفر إحنا أخيرنا في الجرعة الأدل تدوس أنا ما عديش الأدل تدوس خلاص إحنا أقصى في لوود ممكن نتديها لأي عيان هي في اليوم كله اتنين لترونوس بس خلي بالك وفي ناس تقول أبتو ثري بس هو اتنين لترونوس دا الأكتر حاج أنا العيان دا شوكت أنا بديله شوكت ربيع تن ميلي بيركي جي أو تونتي ميلي بيركي جي واتفر بقى هو وزنه دي بس آخري الأدل تدوس طب الأدل تدوس لو أدل دوس ده اللي هو سبعين اتنين في سبعين هات كام عشرين في سبعين هات بقى كام هتديله مثلا لتر ونص يعني دا اللي في دناغك يعني أنك تديه موازمة تلك كنت مش هتعدل ايه القصص دي فعشان تبقى فاهم كل ما بيجبر كل ما انت ايه الفليود بردو انت فيه راشونال وانا نيمي ديك من 10 لعشرين رينج عشان كده عشان لو هو وزنه كبير قوي ابدأ على عشرة واشوف لأن انت في الآخر انت بتدي فليود اللي دي مش عارف تطلعها لكن لو ديت قليل ممكن تدي تاني أنا خلاص وضحت موازمة دي سي دا أنا معديش اس جي بقى أنا تمام لو الحالة كانت لارينجا القديمة سيجير لارينجا دي مدرجتنا أصغر أمبوبة مش داخلة أعمل ايه لارينجا المسر خلاص وحنا قلنا يما في مشاكل في العيان يما مشاكل في أنا يما مشاكل في الايه المحاضرة مسجلة المحاضرة I think مسجلة دكتور أمير بقى هيفيدكم في النقطة دي أكثر مني هو دكتور محمد هلال بالنسبة لتركيب الشستيو لازم أتعلمه ما تخصطو قاله صدر لأ بتتعلمه عشان الاميرجنسي على الأهل بتحطه شستي كانولا والشستيو طبعا يفضل كل ما خلي بالكم النقطة دي عشان تديل نقطة مهلال كل ما تبقى حضرتك يعني كومبتنت في المنوفر تبي يديك انت أنك قادر تتعامل وتدي للتيم اللي معك فيك يعني هتقول لي طب ما الكانيرا ما بعرفش تركيب كانيرا التمريد هم اللي بيركيب لا لو انت بتغير تركيب هايساعدك وهيدي للتمريد احساس ان انت كويس ويديم حساس ان انت سوبيلور ان هم يسمعوا كلامك تمام ما نقولت لحضرتك انت على حسب انت عايز تعمل ايه انت بتدرين يبقى انت الير فوق غالبا بيطلع لفوق يبقى انا هحطها في السكن مت كلفكر انا بدرين يبقى يبقى ساعة ساعة مد اجزلل وبصير اجزلل لو انت عايز تدرين خلاص المعظم وفي الغالب الناس بتحطها هين بتحطها سكن وشمعنا سكن عشان يمينوا يشمال سكن انت لو انت نحية خلاص غالبا انت رجل توصل لان هو الفكرة ايه ان الهارت في الميدل ميديا ستاينر واللونج بتبقى كبيرة وحواليها اصلا اير انت هتخش في الاير غالب بس برضو هم بيحب يحطها ايه ناحية التجمع على الاير اكتر عشان مسلا انت غالباك لما بتحطها في فورس انت خلاص خلاص وبتبدأ انت تزوقها عشان تطلعها الفوق ومش عارف ايه بعد شوية تقول لك ايه شستيوب مش جامع كويس العام جامع تبعزيني نحط واحدة تانية طب مش عارف تلاقي العام بقى انت هحطته اتنين شستيوب من هنا اتنين شستيوب من هنا اتخلي بالكم من النقطة اه شرح عاملي مفصل تركيب شستيوب هبقى صعب بقوي شرح العاملي اكتر من كده لان محتاج منك معاك المانوفرز نفسها محتاج منيكان او بتاع فهيبقى صعبة شوية وبرضو فكرة ان احنا حتى لو احنا نتركيب شستيوب نحن نصور برضو دي مش هتلاقي عبليك بالقوي فعني مش عارف بقى ممكن هتلاقي فيه فيديوهات كتير على اليوتيوب ان نحط انك ازاي تعمل تركيب شستيوب والمنوع سيديشن ان انتركيب انتوباشن مست بي مست بي اكشوالي مش الناس كتير بتعمل يعني الانسيزيون بتاعتنا في الاي سيو ما بنعملش ما بنعملش سيديشن قوي الانسيزي اكتر بنعمله اكتر في الناس اللي هم البيان يعني لو انا عامل كده كده هو على فانا لازم يعني بعد ما حط الانبوبة انا هتديره سيديشن لكن انك تاخد الريسك كده انك تحط الانبوبة فتبقى انت خايف قوي انك انت تديره مثلا مصر بلايكس انت او تديره حاجة فيه ناس عدت دي دور وكان كده شوط دور نعمل لحاجة عشان تهدي شوي بس اكشولي في الاستراحة طول الوقت احنا بنحط يبقى الصح انا عارف طول التخدير كان وصحابي وحبيب ومبعض في العامات هم عمرهم ما يتعيبوا حد الصح تمام فأي نو ذيس فرم دي اه خلي بالك انت بتاع جهاز فهو ده اخر احنا بنحط دي بنحط زي ما اتفقنا بقى السينكرونايز ده نص واحد اتنين جول طب انا دلوقتي مسلا نفترض ان العيان ده هو مسلا وزنه خمستاشر كيل فخمستاشر في اتنين تلاتين طب انا لقيت العيان ده الدي سي لقيت فيه زيرو عشرة عشرين اربعين سبعين فما لقيتش مثلا التلاتين دي هعمليه حد الاعلى حد اربعين تمام الماكسيمون بتاعك هون الماكسيمون بتاعك جهاز اه في منهم بيتوصل بوسطات الاسي جي بتوصل وبيرسل معايتم ما بتدي احنا غالي نزي ما قلتلك في اي دوت او في اي فلود انك تعدي الايه الادل تدوس فدائما احنا معانا الادل تدوس ده هي الايه انحنا مش بنعدل انت مش تغلش لو فيه شور بس ولا فيه تاني احنا في مصر وفي الجالف اريا كلها احنا معندناش دي النور معندناش ده فاحنا احنا اي عيان هيجي لنا وانت مش شور ان هو حصل له او ان انت عد عليه وقت طويل يعني فانت هتشتغل تمام اي عيان طب هو كده يا جماعة من قيمت مش عارفين ده هو بقى له خمس دقايق بقى له عشر بقى له ربع ساعة فانت لو جالك اي عيان اشتغل سي بي آر لحد ما يبقى انت عندك بقى اي خلاص طب لو جالك العاية انت ضيليتك فيكس بيوبل وما فيهوش اي شور ولوصف كورني اللاستر وما بقيت فيه رايجور مور خلاص هو غالبا مش هيرجع عايز بقى تحاول او لا ما فيش بس انا ما عنديش في القانون حاجة اسمها دونوت رساسيتين وبالتالي انت ممكن ما تعملوش سي بي آر فتفاجأ ان هما ايه اشتاكوك ان هو العيان جالك المستشفى انت ما عنتموش سي بي آر خلي بالكم النقطة دي شوكابل نانشوكابل شوكابل هو الفي تاك والفي اف نانشوكابل هو الايه الكارديك اريست العاية ديفكالت اي تي تي انه افيلابل لارينجي الماس كونتينيو ام ما هو انت مقدمكش غير كده كونتينيو ام باجين يحد ميجي حد ايه احسن منك ممكن يحاول هو يحط ان تيوب اا الفيديوز ما را قلتلكم تخلوا على اليوتيوب وكتبوا اللي انتوا عايزين احنا قلنا عشرين دقيقة هو اقل وقت ويعني الناس تقعد غريبا خمسة وعشرين دقيقة عشان تقول لهم ان خلاص ده المكتوب في الكتب لو العيان رجع انت تقدر تعد من الاول خلي بالكم من حتة دي تمام وقلنا خلاص شوكابل دي تقريبا كل اسئلة انا تقريبا كده خلاص انا برضو حسنا طولت عليكم وانتوا اجزهوصد انا اجزهوصد لو كده حاولوا تحطوا الأسئلة بتاعتكم على البوست بتاع المحاضرة على الفيسبوك ممكن ارد كتاباتنا حتى او هيبقى في الليترون لو ربنا نكتل لنا العمر كده وابقى في اللقاءات تانية ممكن نبقى نردها الحاجات دي في باعا سواء أسئلة او في المحاضرات ان شاء الله شكرا لحضراتكم ويعني انا متشكل بين الوقتكم وقاسف انا طولت عليكم بس هي للأسف المحاضرة كانت دسمة جدا وكانش ينفع طاعة في النص الصراحة انا بتأسفلكو تاني على طول المحاضرات انا نفسي انها تبقى أقل من كده كوقت بس المادة دسمة وحاس انها لو فقدت الخيط بتاعي منهم ويكونت هنا وكده مع بعض الصورة مش تبقى وصلة كده فعني انا احاول من مرة الجاية ان شاء الله ان تبقى المحاضرات أقل من كده في الوقت ان احنا ما نكسب ما منعديش الساعة بأي حياة من حوالي ربنا هياسة ان شاء الله اشكركوا شكرا جزيلا ودكتور حمد هلال او دكتور امير بقى لو حضرتكوا تيمهوا الميتنج اشكركوا مرة تانية وان شاء الله نشوفكوا على خير بنا بس يكتب لنا العمر ان شاء الله ونقافيه ان شاء الله لقاءات تلك ساعة معانكم